السلام عليكم اهلا بكم في حلقة جديدة حديث القاهرة وكما تعودنا واعتدنا ومطلوب وضروري جدا ان احنا كلنا لسنا نحن فقط في هذا البرنامج بل في كل يعني دواير مصر وكل مجالاتها العامة تكون معانية وراغبة ولديها ارادة شديدة في البحث عن صورة مصر في الخارج بمعنى مصر في عيون الاخرين كيف تقرأنا الصحافة العالمية كيف يتحدث عن المراقبون والسياسيون والصحفيون والباحثون والاكاديميون والنشطاء في كافة انحاء الدنيا صورة مصر شيء مهم للغاية صورة مصر الرأس مال مصر المعنوي لان اي دولة في الدنيا لها رأس مال سياسي وعسكري واقتصادي ومعنوي مهم جدا بالنسبة لان احنا نشوف كيف يرانا الاخر لان الاخر ليس بعيدا ولا الاخر ده احنا متأففين متعففين ما لناش دعوى بيه واصلو مش هيأثر فينا ولا ندعوى بينا ولا احنا محتاجينه هو بيأثر فينا واحنا لنا دعوى بيه واحنا محتاجينه عشان مسألة طبا واضحة الاخر ده اللي هو الاخر اي حد العالم عالم خارج حدود مصر نحن نحتاجه بقوة وهو يحتاجنا احيانا فاحنا بنحتاجه من اول اقتصادنا ومن اول مع يعني المنح والقروض من اول السياحة من اول الاستثمارات الاجنبية اللي جلنا السلاح اللي احنا بنستورده الكل شيء تقريبا يعني احنا كبلد مصر بتستورد 90% من احتياجاتها للزيوت بس يبقى محتاجينه من البرة على طول عادي يعني بنستورد اكتر من 50% من احتياجاتنا من الامح بنستورد اكتر من اظن يعني رقم الاخير النسبة الاخيرة اظن اكتر من 75% من احتياجاتنا الحيوانية يعني اقصد ان احنا نتكئو على الخارج على الغرب والشرق بنستورد من اول برازيل والهند واوروبا وامريكا وفضلا عن ان احنا كمان بتصدر لهم على الاقل احنا عندنا شوف كم شركة اجنبية بتعمل في مصر في مجال التنقيب عن البترول والغاز لو هما ما نقبوش وهما ما طلعوش البترول والغاز وقاسمناها زي ما احنا بنقاسمها دلوقتي نصها لنا ونصهم لهم وقابل انه هما عملوا اعمال الحفر والتنقيب اللي هي مكلفة للغاية وجدا يعني لو احنا ما عملناش ده كان يبع عندنا غاز او بطرول اذا ما فيش حاجة ما فيش بلد في الدنيا تقدر تأزل نفسها عن الوجود الانساني تقدر تأزل نفسها عندهم مقومات لده والحقيقة ما فيش دولة في العالم عندهم مقومات ده ولا المفروض ان ده يحصل كره الشمالية ده وعنده خاص ده يعني الناس عايشين في قرنين قبل كده يعني لسه احنا ما يعني ولا احد يتمنى ابدا لنفسه ولا الشعب ولا الحياته ولا الدنيته ولا حتى الاخرته كره الشمالية فدعنا بقى نتحدث عن مصر كيف تراها يعني الدوائر الغربية طب خليني بقى النهاردة كما اعتدنا نبص من خلال الصحافة الامريكية والاجنبية عموما ما الذي يرد فيها عن مصر كيف ترا مصر خليني نتوقف الاول عن المفروض انه ده اهم جران في العالم سواء احنا حبناه او كرهناه سواء احنا اعتبرنا انه منحاس ضدنا ومنزعج من حكمنا ومن حكومتنا او انه يعني غير محايد على الاطلاق ومنحاس تماما ضد النظام المصري واخشى ان انا اقول كمان وضد مصر خدها بالمرة كمان هو واشفتهم بسط يعني مفيش حد يقدر يعني يقلل من اهمية هذه الصحيفة في دورها في صناعة القرار في امريكا والضغط على صنع القرار ودورها في صناعة الرأي العام الامريكي على الالف وستوى اللقب اللي هم يعني الباحثين والاكاديميين والسياسيين ورجال الحزبين ويعني مؤثرة جرى مؤثر حقيقة يعني وعريق وسمعته عالية وذات يعني صيط من سنين طويلة فلما نشوف واشط النصط من 2013 وهي دائمة الهجوم على مصر والنظام المصري وهي دائمة يعني لتوجيه السهام الحادة الناقضة كمان بتلعب دور مهم في يعني تقليب المجتمع السياسي الامريكي او الادارة الامريكية ضد مصر بداية من الرئيس السيسي وحتى يعني كل مؤسسات الدولة وتلاقيها عاملة تصريد وترصد وطول الوقت موقف يعني خصم لما يحدث في مصر جاي يعني سهلة انك انت تقول يلا دور في ده يا واشط النصط تعملين ايه ما احنا هو زي الفل من غيرها من غير تأييدها يعني وكانت عملتي ولا اثرت في ايه وسهل انك انت ما تترحاش لاهتمامك ولا لوعيك وتعديها وتتجوازها ده سهل على فكرة بس مش مفيد مش مفيد خالص وغيره هو بالصعب برضه يعني ان انت تناقش تحاور تصحح الصورة عند واشطن بوست شوف لما بنكلم على واحد من اهم منابر الصحافة في العالم واخر الموقف ضدك ومنتل عمف على فكرة وتحسن فيه وكأن فيه كراهية وخصومة شخصية عند بورد واشطن بوست يعني المسؤولين عنها والنظام في مصر او الدولة المصرية تحس فلا كأنه يعني موتين حد من اهله وده مسألة فيها كمان واشطن بوست ممرورة قوي طيب مفهوم ممكن واشطن بوست ببساطة تقولك انا انا مع الحريات ومع حريات الرأي والتعبير ومع الديمقراطية وانتو بلد لا ديمقراطية ولا بتؤمنوا بالحقوق الانسان وبتنتكو حقوق الانسان فانا نتيجة ان انا منبر اؤمن بالقيم النبيلة والفضائل العظيمة والاخلاق العليا وحقوق الانسان فانا وقد ده موقف ضد الدولة الحقيقة لما تقرأ واشطن بوست وتتبعها لا هي مش وقد ده موقف ضد النظام ضد اه اجهزة الدولة ضد الرئيس لا هي وقد ده موقف ضد مصر وهنا بقى دي المفرقة وانا بقولي الكلام ده يعني من موقع مهني كمان يعني صحفي شغال في شغلانة دي من عمره 19 سنة فلا فيه توجه طبعا النهاردة لما بيشوف الافتتاحية من يومين بتاعة واشطن بوست ولما يبقى افتتاحية افتتاحية يا جماعة يعني المقال الرئيسي اللي مش موقع من صحفي ده معناه انه بيعبر عن سياسة الجريدة فده موقف الجريدة فلما الافتتاحية مكتوبة منتهى برضو العدائية والقصوة والعنف يعني العنف المنشوراتي يتحس انك انت بترى مقال هو منشور سياسي الحقيقة مش مقال وعنوانه كبير جواسيس مصر يزور واشنطن وينبغي عليه الاجابة على زي الاسئلة مين المقصود بكبير جواسيس مصر رئيس المخابرات العامة المصرية اللي هو عباس كان تعبير كبير الجواسيس ده جايز البعض يعتبر انتقاص وجايز هم رأيهم او بمستخدمينه لهذا الغرض يعني انه جوا في المافتتاحية كانت من رئيس المخابرات العامة لكن كلمة جاسوس في حد ذاتها كلمة مش نقيصة يعني كلمة جاسوس الجواسيس ابطال في عيون بلادهم بيقدموا بلادهم وبيانتصلوا لبلادهم زي دون زباط المخابرات في كل انحاء الدنيا بتسموا سباي جاسوس يعني هم حتى لو اعتبروها لو مقدمينها باعتبر رغبة يعني في الاهانة او الانتقاص فده يبقى كلام ساذج جدا ويلامس العبط لكن نشوف المتن بقى جوا ده بمناسبة زيارة اللي هو عباس كامل للولايات المتحدة الامريكية فبرضو دي نقطة مهمة فيما يخص واشنطن بسط لانه لما تخصص الافتتاحية بتاعته لزيارة مسؤول مصري لواشنطن فده معناها اولا هي منزعجة جدا واشنطن بسط منزعجة جدا انه الادارة الامريكية بتتواصل مع الحكومة المصرية منزعجة جدا انه عودة يعني علاقة او ما يشبه الدفء في العلاقة التي كانوا يتصورونها ستكون باردة جامدة متجمدة ثلجية يعني بين بايدن والسيسي وانه انا اواني انه بايدن ياخد مواقف يتتصورها واشنطن مصر انتصارها لحوالانسان برضو مرة اخرى المنارة الافتتاحية وهنتكلم فيها يعني لا شيء نخشاه لا واحنا بنناقش يعني ما يكتب عن مصر ولا واحنا بنتكلم عن ما يجب ان يكون يعني اولا زي ما اقول لك واشتون بص انحياز مهني واضح وده حقاها هي حرة على فكرة يعني احنا ممكن نقول لك نطالبها بالحياد المهني فهي بتقول لا انا مش حايد مهنية في الموضوع خلاص يا حرة هنأمل ايه يعني احياد مهني يعني انها تعرض وجهت نظر مختلفة وتقول رأي ده والرأي ده الرأي ورأي الاخر وجهت النظر لكل الاطراف لا هي ما بتعملش كده خلاص يعني يا في مقالات الرأي بتاعتها هي ما بتعملش كده وفي مقالات كمان التقارير والمراسلين هي ملتزم التزام كلي كلي غير مهني وبالمناسبة وده حقا هي حرة برضو بانها تبقى ضد السياسة المصري الى درجة انه السياسة مصر بتواجح كويس وما فيش اي شيء ايجابي مطروح واي شيء يبدو كاينو ايجابي تقرأ اراية سلبية واراية رافضة لانها تعترف باي شيء ايجابي فيه فضلا علي انه الاراء الناس اللي بيستكتبوهم والناس اللي بيستطلعوا رأيهم ويدخلون جوه يعني تحقيقات الاراء كلها كلها بنسبة مثلا يعني بنسبة ضخمة هائلة لابد ان يكون بالقطع ضد السياسة المصرية وبالقطع عدد الدولار المصرية لكن بالتأكيد الاغلبية تبقى اخوان الاخواني بقى المضغطي الاخواني المكشوف الاخواني الامريكي الاخواني اللي عاد في امريكا الاخواني المصري الامريكي الامريكي المصري لكن لابد يكون فيه اخواني في الموضوع لابد من صوت الاخوان يبقى الصوت المعبر عن مصر فيه مقالات وتخطيط واشط المصد برضه هتقول لي والمفروض نعمل ايه اقولك لا المفروض نعمل حاجات دا استسهال على فكرة بيشوش على صورة مصر وعلى صورة الدولة المصرية ازاي هولك ازاي لكن خلينا اتجاول معك في الافتتاحية الاول بيقولك بيتكلم طبعا عن انه حصل تجاهل لمصر في الفترة الاولى لبايدن وبعدين غير ان ذلك كان قبل ان تثبت مصر جدوها في انهاء القتال مؤخرا بين اسرائيل وحركة حماس الفسطينية في غزة فتلقى سيسي اتصالا هاتفيا من بايدن في نهاية الشهر الماضي شكره فيه على الدبلوماسية الناجحة وتقدمت الادارة باقتراح 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية للقاهرة في ميزانياتها الدفاعية بدون شروط لحقوق الانسان خلاصة القول شيك على بيض طيب خليه بس اقولكم ان الموقف المصري في حرب غزة الاخيرة يبدو انه ازعج او اولا لفت نظر الجميع يعني كل الصحف اللي بنستطلع رأيها وبنتبع مقالاتها من امريكا لغاية اسرائيل بتتوقف عند الدور المصر الذي عاد مرة اخرى الى الاقليم سواء بنكلم عن ليبيا سواء بنكلم عن السودان عن اسيوبيا بنكلم عن غزة بطاعة الحال حتى بنكلم عن غزة المتوسط ومنطقة شرق المتوسط او بنكلم عن سوريا حتى المنفي السوري وهنتكلم في الموضوع دلوقتي فدور مصر عادة مرة اخرى وبوضوح وبقوة فده عامل ازعاج عند البعض وعامل تساؤل عند البعض المصر بتسترد مكانتها وموكنتها وموقعها كيف تسترد ده بدون ما تدفع تمن كما المتصورين المصري لازم تدفع تمن او النظام المصري لازم يدفع تمن وما ياخدش الشيك على بياض انا هنقش موضوع الشيك على بياض ده دلوقتي حالا لكن اللافت للنظر دلوقتي انه الموقف المصري والعودة المصرية يعني لما اشوف المقال الجورزانين بوست ايه لي بوديي يقولك هل عادت مصر الى مقعد القيادة لما تقرى المؤنمة بتاعتها على طول يعني تأتي اليك اولية السيدة فيروز تطرى الى ازنيك على طول الى قلبك ويتبقى يعني مصر عادت شمسك الزهو وكأنه استعدى بعد عشر سنوات 2011-2021 مصر تغيب عن صناعة القرار العربي او الدولي وتغيب عن المشهد طبعا مصر في الفترة دي هي بتولملم جرحة وتستعيد قوتها وبتعمل استقرار في مجتمعها وبتعمل خطوات للتنمية فبعد عشر سنوات كأنها تفاجئهم بالعودة بيقول لي شهد هذا الاسبوع امتيازا اخر لنظام السيسي حيث يزور واشنطن عباس كامل رئيس مخوضات المصرية واحد اقرب المساعدين للرئيس المصري تأتي هذه الزيارة بعد اسبوع واحد فقط من تصديق محكمة في القاهرة على احكام باعدام ناخد بالنا هنا بقى اتناشر مسجونا سياسيا اغلب المدانين من كبار رموز جماعة القرار المسلمين التي فازت بعدة انتخابات ديمقراطية في مصر بعد 2011 قبل ان يطيح بحكومتها الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي عام 2013 اتقرد خلاص بقى ده المعضل في الحكاية واشطنبست وكل دواير المراكز البحثية والصحفية في امريكا وفي اغلب اوروبا يعني متبع لها شرية الرواية الاخوانية ومتبنيها للرواية الاخوانية وتبنيها اكتر من الاخوان نفسه يعني والتعامل اول ما يبقى التعامل مع 30 يونيو باعتبار وانقلاب بالصورة هو ده بيجر على طول المواقف بعدها فورا بيبان جدا انك متبني النظرية الاخوانية وانك انت بتنحاز للارهاب في حقيقة الامر لانك كمان لما توصف لي الاخوان وتقول لي مسجونا سياسيا خليه بس ابا واضح برضه افتح قصين كبار اوي اقول داخلهم جبل اعتراضي انا ضد حكم الاعدام يعني ضد عقوبة الاعدام ده رأي الشخص على اي حد على ارهابيين زي عن الجنائيين يا اخي بقولك انا ضد عقوبة الاعدام انا من ضمن الطيار الكبير اللي في العالم كله اللي شايف انه عقوبة الاعدام لابد ان تتوقف فيش حاجة اسمها نعدم ماشي بما فيه لو فيه ارهابي اتلني انا مش عايز يتعدم وصية او الاهلي يعني واصدقائي لو ارهابي اتلني انا مش عايز يتعدم انا ضد عقوبة الاعدام لكن انا كمان بقى لا يمكن ان استسيغ ابدا انه يتكلم على الاخوان باكبرهم مساجين سياسيين وسجناء رأي دي مسخرة بقى دي مسخرة انه الاخوان المسلمين يقدموا هذه الجماعة الارهابية والتنظيم المتطرف والاسلام السياسي القاتل بتسوى هلنا بقى وستنبسط على انه ده سجناء رأي دي بالمناسبة فيه في مصر سجناء رأي مش اخوان ومش ارهابيين وسجناء رأي الحقيقة ما كان يجب انه هم يخشوا السجن اصلا ولو دخلوا ما كان يجب ان يبقوا في السجن وينبقوا ما كان يجب ان يستمر بقاهم حتى الان في السجن وهذا عمر لا يمكن ان يقبلوا مؤمن بالحرية ومؤمن بالعدالة ومؤمن بالديمقراطية لكن مش الاخوان مش الاخوان مش الطيار الارهابي ده قصة تانية خالص فلما انت الواشتون بصري عايزة تباعلي انا المواطن المصري ان الاخوان سجناء رأي وانهم محبوسين عشان قالوا رأيهم او مرسوا حرية سياسية ولما بيكلموا عن حكم الاعدام الخاص بقيادات الاخوان المسلمين طيب زي ما اقول لك انا اتمنى ان الغاء عقوبة الاعدام لكن لو حتى انت طبقت فهم الاخوان المسلمين للشريعة الاسلامية فهم يتعدموا الاخوان اللي يتعدموا طبقا للشريعة يعني ولو طبقت اليوم حد الحرابة كمان ده يقطع ارجلهم وايدين من خلاف يعني قطع الايدي اليمين والرجل الشمال ده الخلاف لانه حرابة ما حدث في النهضة في مدان النهضة وسط جامعة القاهرة وما حدث في رابعة ده مش مش عنف من طرف واحد ده ارهاب من الاخوان المسلمين واستخدام للسلاح فلما طبعا الموضوع ده مش هيخذ واشتون بوست لو عادنا قول الكلام ده المليون سنة وانده خلق قلص الموضوع انما برضو هل معنى ذلك ان انا اه اتوقف عن التواصل انا كدولة وانا كمجتمع سياسي مصري اتوقف عن التواصل مع اه واشتون بوست او ان انا اتجاهل هذه الصحيفة اللي هي بقولك مؤثرة في القرار السياسي الامريكي وهي مؤثرة في صورة مصر في الخارج على الاقل هي بتأثر يا جماعة في يعني استاذ جامعة في واشنطن استاذ جامعة في كاليفورنيا بيرى كلام ده اكيد هيبقى موقفه من مصر زي الزفت ولما يرى كلام ده كل يوم ومن الصحيفة دي اللي هو بيحترمها ولي بيبدأ بها الصبح اللي ما يفتح الصيد بتاعها ويشتريها ورقين ويرها ويبقى ده موقفها من مصر فده طبيعي انها تأثر لما بيبقى في ندوة بيشارك فيها لما هيقابل مسؤول مصري لو عضو كونجرس امريكي هيتردد في القرار اللي يقولوا لان هي وغيرها الاعلام كله هناك معزوفة واحدة فيما يخص مصر فساعتها بينفعش انت توقف موقف المتفرج كدولة وكمجتمع المفترض انك انت تدير حوار معه فعلا بكل يعني لان احنا من بعد 2013 احنا سبنا الاعلام الغربي يمكن كانش حد فضيله لكن الاعلام الغربي سبناه للاخوان اكتسحوا حتى النشطاء واليساريين والليبراليين اللي واخدين موقف سلبي من الحكومة المصرية او من رئيس السيسي اذا ما كانوش في كنف الاخوان برضو مش هتسمع صوتهم بر اذا ما كانوش في ندوة واحدة مع الاخوان مش هتسمع صوتهم بر اذا ما استخدموش من قبل الاخوان لن يسمع صوتهم فبقى الشرط والمساحة المسموح بيا انك تكون مع الاخوان ولما الاخوان بيصفوا حسابهم مرة مع ناشط بيعرضهم او بيختلف معهم وبيختلف مع مع الرئيس السيسي بقى ينكل بي برضو غير مسموع اذا انت بتكلم على منطقة مهمة للغاية طبعا الاعلام الامريكي ما بيوصلش مصر وما بيلعبش ضرف في يعني صناعة الوعي هنا في مصر فالناس مش مهتمة به انما ممكن تبقى مهتمة بقالوات اخرى مخصصة للعداء اللي مثلا بتوصل على الساتليت على نايل سات والناس بتفرج عليها فبقى بالنسبة اللي مشغولين بي لا الحقيقة الاعلام الغاربي ومراكز البحوث الغربية شيء مهم بقولك جدا ولابد من التواصل معها مش هينفع التواصل معها من خلال الحكومة لانه هم لا بيسدقوا الحكومة وبينك برضو الحكومة بتبقى معانية بانها تقول كلام دعائي عن نفسها مش حقيقي وما بتعرفش ومتعترفش باخطاء برضو ومصره اصرار عميق على يعني ممارسات كل الدنيا بتقول ما ينفعش يبقى مش ده مش ده مقصود بالحوار مقصود بالحوار انه يبقى فيه اصوات مصرية تناقش هذه الصحيفة وغيرها والدولة تسيبهم يناقشوا ما تزعلش منهم يناقشوها يناقشوا الاعلام الغربي ده او تعوق هذه المناقشة او تحول دونها او تتئمس منهم او تعاقبهم لانه الاصوات دي اصوات يعني ممكن جدا تكون عندنا اصوات في مصر مهمة للغاية وتقدر تتواصل مع الصحافة والاعلام الغربي وتقدر تتواصل مع دواير صناعة القرار الغربية لكن هي مش محمية من مصر الحقيقة مش محمية من دولته يمكن ان ينكل بها على طول لو عمل اللي تتدور ده عندك انور اسمها تستاذيات ما احترام الالقاب كلها يعني اسدزة وافاضل عندك دكتور حسام بدراوي عندك دكتور عبد المنام سعيد عندك المحامي الكبير استاذ نجاد البورعي عندك المحامي الكبير استاذ ناصر امين عندك كاتبنا ومفكرنا الدكتور اصامة الغزالي حرب عندك السيدة المرموقة مونة مكرم عبيل اسماء كتير على فكرة وبما فيها ناس مختلفة حتى مع اداءات للحكومة المصرية الآن لكن تقدر تتواصل مع الاعلام الغربي والامريكي وتقدر تتواصل مع واشة تنبسط تحديدا مش مطلوب منها اقناع واشة تنبسط مش هتقناع انما واشة تنبسط وغيرها يسمعوا اصوات متعددة في المجتمع المصري بتقول ان الشعب المصري ضد الاخوان وان جماعة الاخوان جماعة ارهابية وانه مهما كان درجة الاختلاف كبيرة او ضيئة جزرية وعميقة او ثانوية ومحدودة مع الحكم في مصر الا انه الاختلاف مع الاخوان عميق ورئيس ومركزي ولا يمكن بقى حال من الاحوال القبول بانه الارهاب يبقى وجهة نظر الارهاب مش وجهة نظر ما بعملش انا الارهاب ولا يجب ان يعمل الارهاب على انه عادي الرأيه ما يقول رأيه ايه اللي يقول رأيه دي يقتلك وقل رأيه يكفرك وقل رأيه يعمل دولة داخل دولة وتقول لي رأيه يعمل تنظيم سري ضد الدولة وتقول لي رأيه رأيه ايه فين رأيه هين خلينا خلينا فين اللي قالوا رأيهم فعلا وقطح به انما دولة بيقولوش رأيهم دولة بيرفعوا سلاحهم وبتقامروا على بلدهم الاخوة الخواجات الامريكان مش فاهمين ده ومالوا اتغرس في ازهانهم افكار من اخرين جايز مش شايفين المشهد كله الا من ثوق بابرة او من ثوق بالباب يا جوز نروح نفتق احنا الباب بقى ونقول ونتكلم فالصوط يبقى العال نصحح ندقق نحقق في الوقائع نبرز وجهة نظر المصريين مش فقط انه كل شيء الاخوان كل شيء الاخوان موجود في يعني الصحافة الدولية وبتحديد واشطن بسط طب هتقول لي بردو مرة اخرى واشطن بسط مش ده يعني ايه بعد مال سبع سنين ومجرى واشطن بسط قاعدة تشتن فينا كل يوم ايه يعني اللي حصل والاضارة الملكية ما بتستقبله هو المسؤول المصري عادي فيش حاجة هقول لك أنا يعني تصوري هنا من هذا الموضوع لانه زي ما بقولك الرأسمال الدولة صورتها جزء غالي قوي من رأسمال آآ سمعتها جزء غالي قوي من رأسمال و ومش بس بقوتك العسكرية او الامنية او حتى دورك الاقليمي تقدر آآ تحصن مجتمعك وبلدك من اي ضغوط او اي حصار او اي رفض او اي مطالب او اي ابتزاز انت لابد كدولة يبقى عندك اصدقاء في العالم مش الحكومات لان الحكومات بتربط علاقتنا بعض المصالح وده طبيعي ومنطقي وهنتكلم برضو عن حكات الشيكات بدون يعني او الشيكات على بياض دي انما المجتمعات محتاجة تواصل بطريقة مختلفة فانا اقدر اقول ان الحكومة المصرية او الادارة المصرية دلوقتي متواصلة مع حكومات العالم في قطاعات كبيرة في العالم ومتواصلة بشكل قوي وفيه تبادل مصالح حقيقي وفيه استعادة لدور مصر لكن المجتمع المصري مش متواصل مع المجتمعات الغربية والدولة المصرية ملهاش اصدقاء في الاعلام الغربي ولا لها اصدقاء في مراكز الامحاس ولا لها اصدقاء في الجامعات فاحنا عايزين مصري بلا اصدقاء مش الدولة المصرية بس يسمعون يتفهمون يشاركون الرأي ويختلفون معنا انهم باشوا عدائيين برضو هرجع اقولك لي هقولك لي لما اروح للمقالة التانية بتاع كريستيان ساينس مقالة برضو صحيفة امريكية شهيرة كريستيان ساينس مونتور وبتتكلم عن مصب الوقوف بدلا من الولايات المتحدة مصر تستعرض عضلاتها الشرق اوسطي مرة اخرى ما جرى في مصر تايلور لك الكاتب ما جرى في ما بعد احداث غزة بدى عند الامريكان او عند الدوائر الاعلام الغربية انه مصر خلاص بتستعيد القوة وكمان بتستعرض يعني عضلاتها الشرق اوسطية في حس ان مصر كده يعني الشحات مبروك متصور وهو يعني كمال الاجسام مين دلوقتي الابطال لان اخري كان الشحات مبروك عافش ولا وكرم جابر ما عافش دلوقتي اخبرنا ايفر المصارع وكمال الاجسام اه بجرام فلما بجرام فلما بنار تايلور بيقول تحديدا عايز اطافع جملة دي وهذا يتطبق مع بحث واشنطن عن حلفاء بمقدورهم الحفاظ على امن واستقرار المنطقة تقدم مصر نفسها كمرشح مثالي لهذه الوظيفة ويبدو ان ادارة بايدن مستعدة للموافقة مع وضع شواغلها حول انتهاكات الحكومة المصرية لحقوق الانسان جانبا مرة اخرى بقول استعادت دور مصر الاقليمي عامل انتباه والتفات شديد جدا في العالم الصحافة الغربية اشتغل الصحافة الامريكية اللي بتعبر عن دواير وتعبر عن مراكز ضغط شغال على انه بقى انت ابيدن اللي كنت بتقول انك انت هتعمل كتو كت وهتدفع عن حول الانسان في مصر جاي دلوقتي تصالح الحكومة المصرية وتستقبلها وتدعمها وتدعم مليار وتلتمية مليون وا 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 فيحصل ايما يحصل صحافة غربية تبتز بايدن صحافة الامريكية والاعلام الامريكي عموما يبتز بايدن فيوم بايدن يحاول ابتزاز مصر وتبقى الدائرة كده فانت لازم تكسر كدولة حالة الضغط ده عشان ما توصلكش فتكسرها بانك تمنع الابتزاز الاصلي تمنع الضغط الاصلي اللي هو تخاطب الاعلام وتخاطب الاعلام مش ان احنا نقنعه بما هو قطق انما ان احنا ناخد اجراءات يعني مرة اخرى اخشى انه ملف حول الانسان يبقى كعب اخيل نقط ضعف وسط حالة البنى اشياء جيدة بتحصل وفي اشياء ممتازة بتحصل وفي اشياء لا جيدة ولا ممتازة بتحصل لكن في وسط حالة البنى دي في نقط الضعف نقط الضعف قد لا يلجأ اليها الان وقد لا يستغلها اي نظام في العالم واي والمجتمع الدولي قد لا يلجأ اليها الان لكنها تظل نقط الضعف تظل حصن كالمكشوف كمصر وكالمجتمع رأيه وانا رأي انه يعني انهاء نقطة الضعف ده سهل جدا اصلا مع دولة مستقرة ودولة امنة ودولة شدت حلها ودولة بتستعيد دورها ودولة بتتمكن من مقاليد امورها ودولة في حالة استنهاض لطاقتها يعني نكمل الصورة بقى مش فاهم ليه الصورة برأسة ليه صغرة بموجودة ليه الرق دايب موجود في التاسعة وهو بنشوف اعلان بيدغط اعلان بيدغط وقولك بيدن يضع شواغلو يعني فاحنا ده شيء لافت جدا انه تنتبه الدولة المصرية له لانه كمان بقى استخدام التعبير الشهير ده بتاع الشيك على بيض انه اصله بيدن قال انه مش هدي الشيكات اهو هذا بعيد كل البعد عن ايام الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة التي انتقد بيدن خلالها مصر وتعهد بانه لن يقدم اي شيكات على بيض تعالوا بقى نتكلم حكاية شيكات على بيض سريعا عشان مش عايزين الوقت النهاردة يدفعنا كثيرا يعني عندنا لحظات مهمة نتكلم فيها هنا على شيكاء شيك بدون او شيك على بيض دي كل شوية يقولك بيدن قال انه مش هيدي مصر شيك على بيض طب يعني شيك على بيض بمعنى انه شيك مفتوح وهو ماضي بس وانت تحط في خانة الفلوس اللي انت عايزه فيعني يقصد انه ديلك مكافآت بدون ما تدفع مقابل بدون مقابل مين في العالم ادى الشيكات بدون يعني على بيض مين كل العلاقات الدولية ببعض شيكات ومش على بيض كل شيك بتاخده مصر بتدفع قدام وكل شيك بتديه مصر بتدفع لها في قصة قصة مصالح ومن زمان او يا جماعة مش بتاعت النهاردة كلام دي وده وانحنا مش هناخد شيك على بيض ولا عمرنا خدنا شيك على بيض وطول الوقت بندفع مقابل اللي احنا بنجم وطول الوقت المفروض نطلب مقابل اللي احنا بنديه لانه في السياسة في مصالح الدول احنا مش بنحب بعض انت مش جايبها هدية هدية لخطبتك حان مش بنحب بعض دي مصالح وما بنديش بعض بنجيب بعض مش الحكومة دي بتطلع منجيبها او بنجيب اا رئيسها اا فلوس للدولة دي ولا الدولة دي بتطلع من منجيب رئيسها ولا حكومتها وتدي لدولة الاخرى ده كلام ملوش ايه علاقة بالعلاقات الدولية حد شعرت يقول لنا ايه امريكا لن تمنح شيك على بياض وكان امتى منحت شيك على بياض ويا مصر كانت خد شيك على بياض امتى وامتى اساسا اي مكان في العالم كانت شيك على بياض يعني امريكا نفسها لم تمنح المانيا بعد الحرب العالمية التانية شيك على بياض لما عملت مشروع مارشل الاقتصادي وبتاع وعدد بناء المانيا المهدمة والمهزومة المانيا اللي كانت نزيه ونعزم خدت مقابل ده قواعد عسكرية في المانيا ووجود عسكري ونفوذ امريكي في المانيا وخدت ده المانيا الغربية جو الحلف الغربي اللي في مواكه التلتحات السوفيتي وخدت ده شركات امريكية اشتغلت في المانيا واستصمرت فيها بشكل يعني عاد عليها بمليارات هي الاخرى مصر من المناسبة في حرب الخليج لما اشتركنا في حسيك من انه في موقف مبدئي نحن ننتصل لدولة عربية في مواجهة الغزو حتى لو كان من دولة عربية اخرى لكن ما عملناش ده الشيك على بيضة على فكرة خدنا ان احنا خفضوا خمسين في المية من ديون مصر حين كنا وصلنا في الديون الى شيء رقم مجنون لا قادرين ندفعه ولا قادرين نتواقف على الاستدانة فعشان تشارك في حرب الخليج خدت شيك شيك ايه شيك الخمسين في المية دون وعد طبعا في موقف مبدئي انا رايح رايح لانه دي بلد عربي هنتصر اليه او شعب عربي هنتصر اليه لكن مش على بيض اوي برضو احنا مثلا دخلنا الشيكات على بيض دخل سودة في اليمن مثلا ايام عبد الناصر اللي هو ليه ايه سببها ليه ايه مقابل ده ننتصر للشعب اليمني في مواجهة الامام فكان العائد ايه يعني ففيه انما وروسيا لما وقفت جنب مصر او تحالفت مع مصر فتر عبد الناصر مادتناش شكات على بيض خالص السلاح وكل ده كانش شكات على بيض كان موقف انت بعدم الانحياس بتاعك وجودك جوا المعسكر الشرق ايه دفاعك عن اضايا التحرر اللي هي في مواجهة الاستعمار الغربي المهم انك انت مش بتاخد مكافأة انت مش بيأجروك ولا انت بتأجر حد انت بتطفي الى جانب المبدأ مصلحة تعارفين الكابوني له جملة الكابوني اللي هو يعني زعيم العصابات الاشهر في العالم والاقدم يعني ولا الكلمة طيبة ومسدس افضل من كلمة طيبة فقط يعني يعني كلمتين حلوين وطيبين تقنعوا به كويس اوي بس لو المسدس على التربيضة مع الكلمتين الحلوين دولة الموضوع يخلص يعني افضل فانت برضو موقف مبداي زائد شيك وماله انا بكلم على دول مش بكلم على ناس بيئة مبادئها بكلم على دول لها مصالح فولك روسيا وعبد الناصر مدى الشيك بدق يعني على بيض لحد حتى سياسة الناصرية كان بلا شك لها عائد مرجو او مطلوب كنو ما تحققش او تحقق دي قصة تانية اذا احنا منتكلم على محدش حد يخوفنا بتاع شيك على بيض دي محدش خوفنا بالحكاية دي وما حدث يعني طبعا برضو مرة اخرى نرجع ونقول الله طب واحنا محتاجين كل دولة ليه محتاجين ده يا جماعة ما هما بمناسبة دورنا الاقليمي ومناسبة ما استعدت لقوتنا ومناسبة الشيك على بيض احنا المهم بالنسبة لنا تأثير الصحافة والاعلام الغربي على الحكومة الامريكية وعلى الحكومات الغربية وزي ما احنا لما عملنا اتفاقيات اقتصادية ومالية مع شركات غربية كبيرة سواء شركات المانية او شركات فرنسية او الصقوة شركات ايطالية وجوههم استثمروا في مصر وجوههم اشتغلوا في مصر اللي عمل كهرباء واللي عمل في التنقيب احنا الحكومات اتغيرت مواقف الحكومات اللي كانت معادية واللي كانت ترفضة واللي كانت ضد 30 يونيو لان موقف انت لو تشوف تصريحات فرنسا والاعلام الفرنسي بعد 30 يونيو وباقي تقعد تراجع كده التصريحات والمواقف والتغطية الاعلامية وا 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 لغاية ما تبدأ العلاقة مع فرنسا تقوى برافال وموضوع وعدد من الصفقات وبتاع شوفت دينا اتغيرت ازاي اتغيرت صالح يعني ده العالم ودي الدنيا ازا كي يشتغل كده المانيا النبرة الالمانية شوفها ما قبل الاتفاق مع سيمينز وما بعد الاتفاق هذا هو العالم ايوه احنا استفدنا مع وجود ترامب استفدنا على فكرة وكان مهم ان احنا نستفيد استفدنا اتفاقيات البنك الدولي ويه صندوق النقد والقروض اللي خدناه والاعتراف الدولي باقتصادك انه فيه امكانية للتطور فخدت بدل القروض دي خدت منح واخدت قروض اخرى وجددت القروض والديون وبعليه بقى سنداتك اللي بتبعها والقروض اللي بتعملها من سنداتك زينة لها زباين جايين بيشتروا منك فسمة قوتك وسمعتك وعدم اعتراض او تحفظ الولايات المتحدة الامريكية على مصر وموقف المصري خلى المؤسسات المالية دي تشتعل معايا وانت كان فكرك لو امريكا ولو امريكا هو ده المأزق انت بتكلمش على معونة ما اللي غيرها المعونة يمكن تدورها والمعونة اساسا بترجع تاني للامريكا وانت اساسا في مصر عامل دلوقتي تنوع في مصادر السلاح وبتشتري من غير امريكا والسلاح المصري دلوقتي السلاح اللي في مصر دلوقتي بتقدر تقول لاول مرة تنوع مصادر السلاح فعلا وكنت كان 47% نسبة السلاح المصفقات من الامريكا دلوقتي بقت 15% شاف النسبة بتعملها ازاي لكن عندك اهم انه انت مش عايز الولايات المتحدة الامريكية تاخد موقف ضاغط مبتز مثلا فتفقد التأييد او المؤامة او الموافقة او الدعم او الاتفاق مع المؤسسات المالية الدولية سواء صندوق النقد او البنك الدول لاني دا بقى قرار الامريكي فيه رقم واحد ولا اتصور ولا اظن ابدا ان حكومة مغضوبا عليها من الولايات المتحدة الامريكية يمكن ان تمنح مليم واحدا من البنك الدول او صندوق النقد او امتيازات من قبل هذه المؤسسات المالية وانت الان في احتياج لهذه المؤسسة البالية كنت ولا دلت فمن هنا برضو مرة اخرى الف اللفة دي وارجع لكعب اخير ليه الصورة دي ليه الثغرة دي صغرة حول انساء طبعا مش حول اخوان مش حول استعادت عودت جماعة ارهابية ولا سيطرت ولا وجود تنظيم سري اسمح بوجوده ولا شخصيات ممولة للارهاب وارهابية والاصلاصحورية رأي انما مش ابو ارش على ابو ارشين فيه فيه سياسيين بقى من حول يتكلموا ويقولوا اوصل هنا برضو سريعا لحكاية البنك الدولي ليه لانه هنا مقال مهم والله السيدة مديرة البرنامج الاقليمي للمديرة البنك الدولي في اقليم مصر ومسؤولة عن مصر يعني وعن اليمن وجيبوتي والشرق الاوسط وشبال افريقيا كتبه مقال في مدونات البنك الدولي متوقفة عند حاجات اولا هي بتمتدح البرنامج الاقتصاد المصري طبعا بتمتدح واكيد لانها شريكة فيه يعني عادي يعني يعني برضو شهادات الدولية دي فمننا بنفرح بها احيان كانت الختم الغربي ده جميل اوي يعني احنا بنفرح اوي لما المؤسسات المالية تقولك رفعت ائتمام مصر قالت على الاقتصاد المصري ايه السقة في الاقتصاد المصري انما لو مؤسسات تانية اختهى يمكن في نفس المبنى الاداري قالت انه مصر حول انسان فيها وضعها ايه نقول لي شوف المؤامرة شوفها لا موضور الفؤان يا جماعة جنبهم بتوع البنك الدولي بقوله ان احنا فلة يعني فين المؤامرة يعني ناخد بالنا بس شوفها بقول البنك الدولي هي بتكلم هنا على مشروعات عملها البنك الدولي بالشراكة مع الحكومة المصرية منهم مشروع شبكة الامان الاجتماعي قالت انها بقيمة 400 مليون دولار 40 قيمة اضافية تمويل اضافي 500 مليون دولار يعني قرابة مليار دولار اللي هو برنامج تكافل وكرام برنامج فيه ناجح وهي بتستعرض نجاحه وراضي عنه وبتقدم انه الحكومة المصرية بتقدم فيه نجاحات وخطوات وبتغطي عدد من الاسر اعلى من قبل وما الى ذلك يعني طبعا هي نسبة الفقر زادت ومعرفش 2021 هي بالنسبة ايه لكن احنا نسبتنا 27% نسبة فقر صعبة قوي لكن على الأقل فيه دور بيتلعب لامتصاص هذا الفقر والمحاولة يعني مواجهته والبنك الدولي يشريك فيه ما ينفعش بقى تقول لي الغرب احنا مش عايزين الغرب غرب ايه مش عايزه ايه يا راجل مش عايز تكافل وكرامة هي كمان بتكلمنا عن البرامج الصحية يعني هي بتكلم عن مشروع التأمين الصحي وان برضو البنك الدولي يشريك فيه ويشريك فيه 100 مليون صحة ده برضو مرة اخرى ننتبه ما حد شو عايزين يقول لي بقى المؤامرة والصومة عايزين مصر تركع واصلوا مصر كاعدة بيعالجوا مصرهم بشغالين معانا هم وبيساعدونا في صحة المصريين وبيدونا فلوس لفقراء المصري فبعا يعني الغرب ابن ستي في سمعين وبتاع مصلحته وانا كمان بتاع مصلحتك حاجة غريبة او وليه ما نباش بتاع مصلحتك فمش كل الغرب بقى ايه ونقعد نقعد نقل فيه دم بعض ونقعد بقى نقرر زي البغمغانات مؤامرة 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 الغرب زي الجماعة برضو مؤامرة على الاسلام مؤامرة على الاسلام مرسو مؤامرة على الاسلام ليه ده ده اوروبا بل يعني مراكز اسلامية اكتر من دول المسلم اصلا يعني والعالم مؤمر على الاسلام ده ليه استقبل كل ملايين للمسلمين دولة المهاجرين واللاجئين اللي هو ميرموهم في البحر هميرموهم ايه ليه بيستقبلهم اذا في مؤمر على الاسلام ولو في مؤمر على الاسلام انت ليه اخ طلق لخمسة مليون من الدولة من العالم الاسلامي بيركب لي مراكب وزوارق ومهاجر عايزه يروح للكفر اللي فوق مش انا بتقمر عليك ليه جايلي يا سيدي يلا غور بقى جايلي ليه انا راجل متأمن عليك وقام مؤمر على الاسلام جايلي ليه تلجأ عندي اما انت غريب صحيح واول ما تقعد واكلك وشربك وديك الشربة واقعدك في بيت للاجئين ولا مخيات للاجئين واصرفلك مرتب شهري تقول لي مؤمر على الاسلام الله يخرب بيتك هو مفيش فهم خالص وبعدين يحربوا بعض هنا يضربوا بعض هنا في الوطن العربي في سوريا ولا في العراق ولا ويحربوا بعض وضربوا بعض ولا في ليبيا فالناس تهجوا وتهم راح تهرب للغرب من الجماعة اللي بقولوا ان الغرب يعمل مؤمر علينا عادي يقتلوا بعض عشان مؤمر غرب يعمل مؤمر علينا وهم بيها يروحوا يلجأوا للغرب فانا مش عايز نوع بقى نفس الهوز ده ولكن نقول اصفي مؤمر على مصر مؤمر على مصر مؤمر على مصر مؤمر على مصر ايه مؤسسات الدولية كلها سندة ضهرك بالطريقة دي اللافت بس اخيرا بالنسبة لي في المقال بتاع البنك الدولي بتاع السيدة ومديرة البنك الدولي في شرق الاوسط انها بتتكلم عن برنامج عاملاء مصر عاملاء البنك الدولي مع مصر لتطوير التعليم تعليم ايه يعني ليه احنا في مصر حاسين بالانشطة العظيمة الخاصة بالتكافل الاجتماعي ووزارة التضامن وبرامج الرائعة اللي عاملها وزارة الصحة 100 مليون صحة اللي هي بتتعاون معها وبالشراكة وبتمويل البنك الدولي ليه احنا حاسين بيها وشايفينها بعنينا وحاسين بيها وفرحانين بيها وبنتعامل معاها وليه بقى برامجة البنك الدولي معها ووزارة التعليم في تطور التعليم من ايلا بنيلا وضيعة ولا احد يشعر بها بل في غضبة دائما عليها وفي انزعاج من الارتباك والفوضى وكل يوم بقرار وكل يوم بخطة وكل يوم الصبح بيصحى وزير التعليم ووزارة التعليم يعني يأكد علينا بحاجة ويربكنا بشيء او يرجع عن قرار خدو وقرارات تخرج الساعة تأتي الظهر غير القرار بتاع عشر الصبح والناس اللي افاها مرصها من افاها الموضوع يعني ضايع بما فيه اللي هنتكلم عنه النهاردة من الهاكرز كمان بتوقع التابلت واسوقف يا جدعي النيت قصوم بيغشوا فوضى التعليم دي يعني اهو جهة واحدة اسمها البنك الدولي عاملة برامج مشغلة فيها بتتعاون فيها من الحكومة المصرية فهينا ناجح وهينا متقلق وهينا منيل ليه بقولك الجهة واحدة والحكومة واحدة فين الخلل هنا مرة اخرى اعود الى المقال اللي كاتبه سيد الي بوديه الاسرائيلي في جورجالين بوست اختفت مصر من الشقة الاوسط عقب الربيع العربي ربما تكون كلمة اختفت مبالغا فيها ولكن مصر بكل تأكيد تبنت موقفا بعيدا على نظار اي شخص معتاد على دور مصر القيادي اكبر على ان تقبل مصر ان مصر باتت مجرد لاعب اخر بينما تولت البلدان الغنية المنتجة للنفط في الخليج ادوارا قيادية اقليميا بوجهة النظر المصرية كان من المحبط رؤية الدول خليجية تسرق الاضواء من ام الدنيا كما يصف المصريون بلدهم ولكن من الصعب تحديدا متى بدأ التحول غير ان نقطة التحول ربما جاءت في فبراير 2019 بتأسيس منتدى اقليمي للغاز مقره القاهرة ويبدأ يحكي عن استعادة مصر لدورها الاقليمي وليه موقفها على اصعضة وملفات كثيرة هل يشير النشاط المصري الى بحر من التغيرات من السابق لأوانه جدا الجزمة بذلك ويجب ان لا ينسى المرء ان القيادة الاقليمية تكتسب رأس مال السياسي والاقتصادي والعسكري والديمغرافي برضو الالتفاتة اسرائيلية كبيرة لاستعادة مصر لدورها في الاقليم وهو بيكلم هنا عن مصر في الملف السوري والحقيقة انا بالنسبة لي من خلاصة هذا المقال ومن المتابعات كثيرة جدا بلاي من الملف السوري الان تتنازع يعني النفوذ الايراني والتركي التركي قاعدة تشد الى الارهاب وإلى 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 وبتقططع في شمال سوريا وبتمول الارهابيين وايران بتكمل نفوذها بتحالف مع الحكومة السورية ومع النظام السوري الدول العربية فيهم من سوريا فتلاقي كل الدول العربية الخليجية تقريبا تورطت في الحرب السورية وتورطت في تمويل الإخوة للمسلمين والجامعات الإرهابية وأصبح بينها وبين الشعب السوري وبينها وبين الحكومة السورية دم مراق ونازف البلد الوحيدة المضمونة والضامنة والمؤهلة للعب دور عظيم في الوجود العربي في سوريا الوجود الوازن للنفوذ التركي وللنفوذ الايراني هي مصر مصر التي حافظت على عدم تلوث يدها بأي دم من المواطن سوري ويوم ما رئيس الإخواني عمل مؤتمره الأسود الجهن الفز الإرهابي في استاد القاهرة وطلب بالجهاد في سوريا كانت مصر والشعب مصر له رأي تاني خالص أطاحوا شائلوا حزفوا رما من التاريخ ومن الجغرافي وبقيت علاقته بالشعب السوري وبالدولة السورية السوريين البلد العظيمة والخضراء الرائعة والشعب أكتر شعب في الدنيا بيحب المصريين وأكتر شعب في الدنيا قريب من المصريين الشعب السوري وده يلمسوا الجميع ونخد بالك إحنا توحدنا سنوات وبقت في عائلات ومصاهرات ممتدة حتى الآن بين مصريين وسوريين فضلا على أنه مصر كانت أول مرة استقبلت السوريين مع أول اضطهادات الحكم العثماني للشوام وبقى إلى ذلك من تاريخ مشترك عميق وعظيم جدا لابد أن يستعد ويكفي أن نقول أن من لجأ إلى تركيا من السوريين وفي معظمهم يعني محسوب على الإخوان موجود في معسكرات لاجئين بينما من لجأ إلى مصر في بيوت ومعززين مكرمين شركاء في دولة عربية في عملهم وكفاحهم بيقدموا نمازك في النجاح مبهرة موجودين في محلات وشركات ومصانع موجودين معززين مكرمين لهم حقوق كاملة في بلدهم التاني بينما في البلاد الأخرى التي تدعي دعما لسوريا هم لاجئون في مخيمات إلى فصل كيف تواجه الشركات المصرية كورونا؟ هل تتوقع تسريح مزيد من العمالة؟ ماذا تحتاج هذه الشركات من الدولة؟ وهل زاد إقبال المصريين على اللقاح فعلا؟ إذن عدنا حديث القاهرة استطلاعات الرأي في مصر طول زمن مضى طويل وممتد كانت يعني محزمة أمنيا مرفوضة مهجورة ممنوعة مش سهل خلص لأي جهة تعرف تعمل استطلاع رأي لأسباب أمنية ولازم تاخد موافقات مش عارف إيه من إيه وفين والهاجس الأمني لإستطلاعات الرأي دي كان يعني أنا رأي مبالغ فيها جدا مع زمن مثل زماننا يعني الحقيقة عشان كده لما بتلاقي مركز حكومي متخصص في استطلاعات الرأي بتشعر أنه يعني هذه خطوة طيبة وجيدة للغاية هتقول أصله حكومي فممكن يكون يعني منحاس في استطلاعات الرأي أقول لك والله إحنا واحدة بنتابع هذه الاستطلاعات أعتقد أنه هو بيقوم بكفاءة شديدة جدا بمهمته المركز هو مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء واللي بيعمل استطلاعات لابد من التنبه إليها ويعني الإنصاط إلى نتائجها ومحاولة استخلاص يعني دروس مستفادة وأهداف مقبلة وخطة للوضع وللتنفيذ بناء على هذه الاستطلاعات الرأي طبعا أنا عارف أنه ويعني واسق في أنه المواطن المصري يتوجس من أي حاجة لا علاقة بالحكومة لو تقالوه أنا مركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بعد مركز اطلاع أنا حقيقة هرد للعيزان حكومة يعني مش هيبقى فيه محالة الثقة أو الصدق في البواح ونورة والحرية لكن ده بقى بيتجاوزوا ايه طريقة البحث نفسها طريقة استطلاع ووضع الأسئلة يعني فيه أمور علمية كثيرة الحقيقة لما منشوف الضوابط العلمية والعينات وازاي تخذت وتوزيحها الجغرافي وإجراء الاستطلاع وكل الحاجات اللي المجلس كمان منزلها للتوزيع السني والجغرافي للناس اللي استطلاعهم لطبيعة الأجيال الاستطلاعها والسن بتاعهم يعني فتلاقي فيه نضباط علمي شديد ونسبة خطأ محدودة وكمان واضح انه الاتصال التليفوني غير برضو الاستطلاع وجهة اللي وجهة ربما الاستطلاع التليفوني بيدي يعني حرية أكتر وده بيخليه مثلا بيهكوا إلى أنه الاستطلاعات اللي بتنزل على مواقع النات دي أو على السوشال ميديا شيء بائس جدا ما لا تصدقوها أبدا يعني لأنه أولا عايز تستطلع رأي أحد اسأله لوحده وعلى حدة مش بروح القطيع ده أول ما الناس بتخش عشان تصوت فبتلاقي اللايكات أكتر هنا يعني شيء محفوف بيه لجانة اكترونية وبتوجيه وإدارة من جامعات أو لجان أو حكومة لاستطلاعات الرأي اللي على النت دي فده شيء لا يمكن قبول بيه كأنه حاجة عادية ولا يمكن الانتصار إليه أصلا أنا بقول الكلام ده فيه استطلاعات رأي كان بتطلع يعني شخص المتواضع في يعني مراتب أولى فيه إذا كان أحسن سيناريو أحسن صح في حاجات دي ومع ذلك أنا بقولك ده كلام جميل وطيب وكل حاجة بس مش أمين علميا الأمين علميا هو الاستطلاع المدروس اللي بتعمل على طريقة مركز المعلومات وتخذ القرار في رجل الوزراء والإلا أنا بقول إنه رغم ده أنا هاخده برضه بعين حذرة لكن على الأقل بيديني مساحة ثقة في علمية الإجراء وفي دقة الاستطلاع ومن ثم التعامل بجدية مع نتائجه أنا بقى لافت انتباهنا جدا وهناكلم على استطلاعين نشرهم مؤخرا استطلاع الأولاني رؤية المصريين لأزمة فيروس كورونا في إبريل 21-21 تعالوا نشوف هنا من أول سؤال هل زاد إقبال المصريين على لقاح كورونا تعالوا نشوف بقى النتيجة إيه بقى رؤية المصريين للأزمة وهم بيسألوهم بقى هل أنت عملت كورونا هل خدت أصدقى خدت اللقاح ماذا كانت إجابة المصريين رؤية المصريين لخطورة خلينا نبدأ الأول لخطورة الفيروس كورونا في من مارس 20-81% يمثل خطرا ولا يمثل خطرا 7% فكان في فزع حقيقي في الأول امتد جدا في مايو بقى 94 لكن تفاجأ أنه في إبريل 21 بيقل الدرجة الإحساس بخطورة كورونا يا جماعة أنا يعني لأ كان أصدق يعني لا يمثل خطرا 17% ويمثل خطرا 75% بعد ما كان 81-94 فترة من فترة بقى أنت بعد كل اللي مات مننا في كورونا ده وبسبب كورونا لسه شايفه لا يمثل خطرا أو يعني اللي رأيه من يمثل خطرا عدد محدود أو أقل يعني ألم يكفك كل هؤلاء الموت ألم يكفك كل هؤلاء المصابين والأسر اللي فقدت والعائلات اللي يعني سقط فيها ضحايا بالأب والأم والابن والأخ ده وفي يومين ثلاثة أربعة أسرة تفنى يعني ثلاثة من أربعة في الأسرة يموتوا ما أقنعكش ده لا أشك لحظة إنه فيه بيت واحد في مصر سيق من المصابين بكورونا كلنا قصبنا ما عندوش مصاب بفقد كورونا بفقد من جراء كورونا فمتى نتعلم إنه خطر وخطر جسيم وخطر هائل وخطر مئة في المئة ده يعود إلى الإجابات بقى متى التزام المصري بالإجراءات الاحترازية في عشرين تمانية وخمسين غير ملتزمين ملتزمين واحد وثلاثين في إبريل واحد وعشرين بعد قرابة يعني أهو دخلنا في سنة ونص تقريبا تلاتة واربعين في المئة هما الملتزمين النسبة ما زادتش بشكل كبير ويبدو إن إحنا برضو عندنا حكاية إجراءات الاحترازية دي يعني عندنا عارفين أنا بحس تعاملنا مع كورونا زي تعاملنا في العمور في الشارع الطرق السريعة تلاتة العربية في شارع في مدية نصر كده مش عمد كسب طريق النصر وطريق شوالع كده رهيب رهيب مغرور والعربية مش جهة والناس بتعدي اتعدي ازاي ده انتحار ويعني ايه لما يرجع سدره كده هيفقد العربية باشوف ده ده حالة مصريين عندهم رغبة انتحارية دفينة في التعامل مع كورونا كده اه حب الحياة حاجة جميلة بكل حاجة بس في رغبة انتحارية دفينة بتظهر بالنسبة لي فيه طريقة قيادة السيارات عبور الطريق الطرق في مصر التعامل مع كرونا تعال نشوف السؤال الآخر نسبة من يرون المسلم التزيم من الإجراءات الاحترازية يعني بنفس إعادة تشكيل للإجابات حسب الديمغرافيا حسب إبلي بحري حضر وملاقي نفسينا هنا يعني 48% إبلي رأيهم منهم ملتزيمون و42 بحري و36 حضر خلينا في اللي بعده عندك استعداد تاخد لقاح فيروس كورونا ولا لا الحاجة بقى بائسة جدا الحقيقة شيء عامل لي إزعاج إبريل 21 اللي هو الأحدث أصفر والمارس 21 الأبيض تعال بقى نشوف في مارس 21 من شهرين 3 أربعة واربعين في المية عندهم استعداد و43 في المية لا ليه وبعدين نعم ولكن بشروط وبعدين لا 35 في المية لا ده يعني بعد ما كان 43 في المية مقتنع بعدها بقى 35 في المية يعني هو اللي بيقول لا لا مرة أخرى أنت ما شفتش كل ما يحدث لنا في العالم أنا عايز أفهم فعلا كيف يفضل البعض المرض على اللقاح إزاي يوصل بنا التوتر والقلق الوسواس القهري الجاه لأسف بأنه نرفض اللقاح ومعتبرين أن اللقاح أصله ممكن يبلوء أثار جميع أصل ممكن يأزين والكورونا لما يجي لك يمنوتك إيه رايك وبعدين برضو حاجة أنانية جدا اللي بيرفض ياخد اللقاح شخص أناني لأن نروح نوديل طبيب نفسي مع احترامي للناس كلها لأنك لما بتاخدش اللقاح عامدا متعمدا أصل أنت الآن على نفسك طبعا أنت يجي لك كورونا هتعيني هتعيني لجنبي وهتعيني رايبك وهتعيني أولادك وهتعيني أبوك وممكن واحد من دولا كلهم يموت يبقى أنت أناني ولا مش أناني أنت أناني ومعندكش دم ومعندكش عقل وعشانا كده أنا رأيي غالبا متى تمكنت الحكومة المصرية من كمية وفية ووفية ووفيرة للقاحات هتجبر المصرية عن اللقاح هتجبر هؤلاء على أن يترقوا اللقاح بس متى يتوفر بس كميات اللقاح اللازمة والواجبة لأنه ده أولا حالة انتحارية وحالة أنانية وتعطيل الحياة لما بتخدش اللقاح بتعطل حياتنا حياتنا الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية وأكل العيش كل ده عشان البي خواف أو البي عنده هاجس أو يخايف حالة من الأنانية المفرطة أو ضيق الأفق أو ضيق الصدر أو ضيق العقل فهذا أمر لا يمكن قبول به عادي كده يعني أول ما يبقى نملك احنا قدرة مصرية على إنتاج اللقاح وكما تقول الحكومة أنها ستنتج 40 مليون جرعة في نهاية العام على نهاية العام يبقى لابد أن يبقى إجباري بقى تخش المدرسة تطعم من أول إلى آخرها نخش المصنع يتطعم من أول والآخر فيش عاكي قولي المئة والهقة زي على رأي كابتن بارعي مفيش هقة ومئة في الموضوع ده لقاح إجباري إنما تملك إنك تقول لا أه ده شيء غريب جدا ثقة المصريين في تصريحات الحكومة حول أعداد الإصابة فيروس كورونا طبعا لازم أقولك أنه ثقة المصريين هنا عملالي دهش الـ 53% ولغاية إبريل 21 49% حتى الـ 49% الأول كان واضح إنه فيه ثقة أعلى مش عارف ليه ثقة أقلت وخد بالك لما مركز المعلومات ودعم من تغازي القرار هو اللي بقول الكلام ده مصدر حكومي يعني بقول إن الثقة في الحكومة وأرقامها أقلت أولا لازم نقول إن الأرقام اللي بتقولها الحكومة مش دقيقة والعالم كله أرقامه مش دقيقة والحكومة نفسها اعترفت لكن كمان إحنا كمصريين ما بيصدقش الحكومة غالبا درجة تصديق الحكومة سواء في أرقام كورونا أو غيرها يعني مترجعة في مصر ما فيش الثقة مش عظيمة أوي في بيانات الحكومة وقراطة الحكومة من كتر ما المصريين شافوا وبيشوفوا لما في موضوع الصحة ده لازم يكون درجة الثقة عالية وأكتر لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال حكومة أو أي حكومة فأي بلد في العالم تخدع شعبها في صحته يعني ليه يعني ليه يعني ايه المنطق في ده ايه الهدف من وره ده ما فيش حكومة في الدنيا حتى لو حكومة ايه يعني يعني شديدة الاستبدال والطغيال عايز الشعبها يعيش ما لها تحكم مين ما لها تستبد في مين فما فيش حاجة اسمها فيما يخص الصحة التصور ان لابد من ان يبقى فيه درجة اعلى بكسير في الثقة فيه بيانات الحكومة وقرارات الحكومة وهنا بقى حكاية تقييم المصريين جهود الحكومة في وجهة فيروس كورونا في مايو واربعة وتسعين طبعا لما كان بقى في حظ الدنيا كانت على درجة كبيرة او من التلبه فاعتبرها الاستطلاع او المستطلعون جيدة بقت جيدة بنسبة ستين في المية في ابريل واحد وعشرين يعني على مدى سنة احساس المصريين بان الحكومة واقفة بشكل جيد في مواجهة فيروس كورونا قل بدرجة وسط الى اكتر من 30% وده الحكومة عليها ان تراجع نفسها في مصداقيتها عند الشعب وفي احساس الشعب باهتمامها وبرعايتها له صحيا وفيما يخص مواجهة فيروس كورونا صحيا بس واقتصاديا واجتماعيا وتعليميا يمكن اللي قال لل 30% دولة التعليم بصراحة يعني مش مش وزير المالية ولا وزارة الصح خلينا نروح بقى بمناسبة الاقتصاد وبمناسبة كورونا تعال نشوف الشركات بقى بتتكلم بقى استطلاع رأي حول تأثير فيروس كورونا على وضع الشركات في مصر وسريعا كده خلينا نتوقف عند يعني اللحظة الاولى لفكرة انه في مركز اتخذ القرار بيسأل اكثر من 300 شركة 306 شركة هو استهدف 2332 وقدر يوصل ل306 شركة يسألهم 306 شركة دولة لهم يعني صفات مختلفة يعني فيه شركات اللي هي بتشتغل ب عملها اقل يعني هم عملونها توزيع حقيقي جيد جدا ومعبر عن كل الشركات تعالى ما نشوف اكتر القطاعات التي تأثرت بازم فيروس كورونا هنلاقي قطاع السياحة يعني ملابس الجهزة القطاع الصناعي قطاع الانشاءات والبناء الانشطة الترفيهية المواد الغذائية الاستيراد والتصدير النقل القطاعات تعتمد على العملية اليومية وفي 30% لم يحدد و25% اخرى لكن لما ننص الكل ده هتلاقي تأثير على كل القطاعات اذا لم تترك كورونا شركة ما تعمل في مجال ما الا وطالتها بالتأثير والا واثرت فيها لم ينجي احد يا عزيزي الشركات بقولك اهو شركات اقل من 10 عاملين بنتكلم على ما يخرج من ورشة يعني او منشأة صغيرة خدوا 12% منها من الـ 306 وشركات من 10 الـ 200 عامل اكتر من 200 عامل لم يحدد حتى في القيمة السوقية اقال من مليون جنيه من مليون الى 5 مليون اكتر من 5 مليون لم يحدد يعني عينة الشركات اللي بيجواب لنا الاجابات دي عينة واسعة وممثلة مالة او القيمة السوقية ومن ثم الاجابات تبقى اجابات شاملة ويعني اه واخدام مساحة كبيرة من المصداقية في ظل الموجة التانية من مارس كورونا اللي بدأت 3 شهور اللي فاتوا يا ترى شركة حضرتك تأثرت بشكل كبير ولا تأثرت الى حد ما ولا ما ما تأثرتش بأزمة كورونا طبعا تأثرت الى حد ما 15 تأثرت بشكل كبير وهنا فيه ما تأثرتش 11 اللي انا بس مندهش له الذي لم يحدد ده يعني يا صلى يعني انت ازاي لم تحل انه فيه برضو استطلاع هنا في الشركات لما بيقوله هتعمل ايه بعد كده يعني في مصاد الازمة دي لكن هنا بيقولك اهو 62% انخفاض المبيعات في الجدول اللي فات يا جمالس 34% قلة الانتاج نظرا للانخفاض الساعات 10% وقف الاستراد والتصدير 9% تعصر العملاء في سداد الديون ده منهم خمسة اغلاق الشركات بصوا شوفوا اذا التأثر بكل اشكال التأثير يعني مش فيه شكل واحد هو المسيطر على تأثير كورونا على الاقتصاد وعلى الشركات لا اشكال كثيرة جدا للتأثير الفترة اللي يمكن للشركة ان تتحملها لاستمرار الاستمرار عملها في ظل قزمة كورونا قالك يعني لم لدينا قدر على التحمل اقل من ثلاث شهور من ثلاث شهور الى اقل من ستة اشهر من ستة اشهر الى اقل من عام عام فاكسر اللي بقى وتوقف انا عنده لم يحدد 48% و18% من 300% وكذا شركة قالت انها مش عارفة تحدد هتقدر تستحمل قد ايه ده بالنسبة لي يشكل غياب للتخطيط وغياب للقدرة على وضع السيناريوهات واحتمالات للمستقبل ومعنى ان العقل المخطط في هذه الشركات عفوي ويوم بيوم ومش قادر عندوش حسابات دقيقة يقدر يقول بيها هتأثر واستحمل لغاية امت ودي مسألة تقلقني جدا لما تقريبا نص الشركات دي بتقول انها مش عارفة هتستحمل لغاية امت ده صورة ضبابية من ناحية وانت كمان مش مخطط ولا مستقبلي ولا عندك رؤية ولا عندك حسابات للمستقبل ده مصبطين مع بعض تعالى نشوف بقى التدامير التي تنوي الشركات اتخاذها حال استمرار قسمة فيروس كورونا الاجابات اللي بتقطع القلب بقى يعني خرب بيوت فعلا يعني خفض العمالة واغلاق المنشأة ووقف النشاط دي بتبقى ويقاف العمل بشكل مؤقت دي بتبقى يعني يعني هما طبعا في وسائل كتيرة اوي واجرات كتيرة لجأوا ليها وبيلجأوا ليها لكن اللي يقولك ان الازمة وصل غاد فين خفض العمالة او الاستغناء عن العمالة او قفل الشركة وقفل انتاج ده معناه ان الازمة وصلت الى مستويات يعني مؤلمة عشان كده لما سألوا بقى الشركات دي طب انتوا دعم الحكومة اخبرها ايه ان الحكومة تدعمكم ايه ايه فهم عالوا حاجات كتير واقترحوا اشياء كثيرة طلبينها وعايزينها اولا لما تسألوا تخدتوا اساسا دعم من الحكومة فنلاقي حاجة غريبة جدا 24 شركة بس من اصل 306 بين شركة هما اللي حصلوا على دعم من الحكومة لمواجهة تأثير ازمة فيروس كورونا على الشركات والاقتصاد اه امال ايه اللي كل شوية قلولنا احنا عملنا دعم عملنا دعم ودينا 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 للشركات الشركات ايه المركز نفسه بيعمل احصائية بتاعت مجلس الوزراء بيعمل استطلاع على 306 شركة منهم 24 شركة بس اللي خدوا صور من صور الدعم والباقي اللي هو بقى يبقى كام يا جماعة عامتين 76 شركة بخدش حال خالص لا يبقى في خلل خلل كبير طب هم عايزين ايه اصلا تعال نشوف هم عايزين ايه اصلا اللي هم طلبينه لدعم دعم من الحكومة انه يوقفوا جنب يوقفوا جنب الشركات اول حاجة خفض جدولة او جدولة الضرائب والتأمينات بعدها دعم على فواتير الكهرباء والمياه والغاز والحقيقة وتسهيلات كل اللي هم طلبينه لما اضع راكد شايفين انتوا على الشاشة يا جماعة صح كل اللي هم طلبينه ده يا جماعة وزير المالية لا يمكن يعمله او على الاقل وزارة المالية بما شاهدنا من قرارات واجراءات من اول بيروس كورونا اه بيقولوا انهم بيدعموا بيقولوا لكن في المقابل الرسوم هي هي بالعكس بتزيد الرسوم والضرائب بتزيد والاصل راجع بيزيد وما فيش انتباه ولا تنبه ان البلد في حالة ازمة اقتصادية ان الشعب المصري في حالة ازمة ادي شركاته بتقفل او بتخفض العمالة او بتخفض الانتاج او بتطلب حق النشوء المالية كوزارة مالية قعد تزود الاعباء سواء بتزود المطلوب او بتزود في حجم المطلوب نفسه يعني انت فجأة بتلاقي رسوم جديدة اتعملت ومحتاجها فلوس والرسوم القديمة بيزيد فلوسها المطلوب والمواطن بيروح يا عايز ورقة فيدفع فيها تلت اضعاء لا منين احنا بنقول ان احنا عايزين ندعم الاقتصاد والشركات في ظل ازمة طاحنة وطايحة ومنين انت بتحمل الشعب والشركات رسوم ومضاعفة واعباء مالية اكثر واكثر بنظرية يعني تعظيم الحصيلة يعني نظرية تعظيم الحصيلة دي هتبقى حصيلة وحشة جدا على المجتمع فلابد من التنبه واذا لم يقرأ المسؤولون في مصر استطلاعات الرأي اللي عاملها مركز اتخاذ القرار او المعلومات والدعم اتخاذ القرار ده هو عامل لك استطلاع علشان يدعمك وانت بتتخذ القرار الصح فبيه يجيب لك لاستطلاع ويطلع على مكتبك ولك يا سيادة الوزير الناس عايزة تخفض الرسوم وتجدول الضرائب علشان خاطر تعيش طبع انت انطلع رسوم اضافية وانطلع ضرائب زيادة لا سبحان الله ده مش دعم اتخاذ القرار ده دعم انتحر القرار يعني الى فصل التالي في حديث القاهرة هل انت مراقب مع الدكتور محمد الجندي كيف حول التابلت الامتحانات لدعوة مفتوحة للغش الجماعي اذا هذه هي اللحظة التي ننذكر فيها لحظة الرقابة هل انت مراقب زيادة دكتور منوار انا بس عايز اتكلم الاول عن التعليم ومدى ما وصل الامر الي ان احنا نفاجأ بغش على التابلت واختراق للتابلت وباعتبار ان احنا معانا دكتور محمد الجندي المرموق في عالم تكنوجيا الاتصالات وعارف عن التابلت اكتر مننا والله يعني لازم يشرح لنا ازاي يحصل يعني هل هل هذا طبيعي منطقي ما نقرأه بتصريحات واضحة لا لابس فيها من وزير التعليم دكتور ترق شوقي عن هاكرز وعن غش عبر التابلت يعني كنا شامشينج دا ولا مش عارف ايه وشاومينج دا شاومينج دا فاذا بمشهد قدمولنا وبرضو انت رجل التكنولوجيا قدمولنا وكأنه تطور كبير في التكنولوجيا التعليم انه احنا هنعمل امتحانات ايه الناس مع تابلت ايه وفجأة الغش وطاردهم هل هذا الامر يعني كيف تقيمه لكي خليه اول ننطلق الى مشاهدة للكليب سريع كده نشوف فيه ونشرح امر البائس اوي اوي مش الامور البائس هتستحق الشرق والله يو حديث ذو شجون يعني خلينا نشوف الاول يلا نشوف الاول شيء شيء مذهل يعني حتى انه عندنا شباب في السن دا يقدر يقف اصد فكرة منظومة التعليم كلها وكمان يكشفها ويعريها ويتحدها ويتحيل عليها ويعلن عن نفسه كمان ببساطة يعني الواجه دكتور محمد الجندي الى اي حد الوضع بالفعل بائس هو الوضع بائس حقيقي وبعدين برضو ازا ما حضرتك تفضلت فكرة منظومة التعليم هو اصلا ايه تعريف منظومة التعليم وبعدين التابلت بغض النظر عن انه يعني جهاز تكنولوجيا في النهائة يعني اداة تقنية هو الغرض الاساسي من ان انا استخدم التابلت ايه انا شخصان لغاية بالقناة مش عارف انا مش عارف بجد يعني احنا يعني عارفين الناس بتتعلم بره ازاي التابلت يعني فيه ايه هو اداة مجيبه كلام دمين هو اداة خليني اقول لحضرتك انه التكنولوجيا في التعليم في معهد مختص في اليونسكو اسمه معهد التكنولوجيا في التعليم اسمه معهد التكنولوجيا المعلومات في التعليم فمضوع بالدرس على مستوى العالم بس له مشاكله الكتير جدا ولوما سوقه كتير جدا اللي منها ان انا لازم افكر قبل ما استخدم التابلت او تكنولوجيا وانا فكرة بالمناسبة خليني اعترف كم بداية راجبت تكنولوجيا صح فاكيد انا مش طالع هاجم التكنولوجيا بس انا بقول لحضرتك الفكرة انه لازم الاول نسأل نفسنا كام سؤال كده قبل ما نستخدم اي اداة وخليني انا اتطفق على ان التابلت ده اداة ولو حاجة تانية والله معلوماتي انها اداة بس انا مش عارق مفتر منك لا هو اداة خليني اعترف انه اداة فالاداة وطبعا الاداة دي بتبقى جزء من الثقافة بعد كده بس خليني نقول ان هو اداة طيب الاداة دي عشان انا والكيخة انه كيف تفكر رقميا مش كيف تستخدم المنظومة الرقمية صح متفق مع حكم الون في المية هو اداة طيب انا لازم اسأل نفسي سؤال في هذه الاداة هل هستخدم هذه الاداة لحل مشكلة ما حلوهاوي هذا سؤال ايه بقى المشكلة ايه لازم اعرف انا مش عارف ايه مشكلة التعليم عشان ايه ايه بالضبط يعني ايه المشكلة اللي في المنظومة التعليمية عشان احط انا معرفش انا بتكلم عن نفسي كالرجل بتاع التكنولوجيا انا معرفش المسائل اللي لها علاقة بالتعليم لها ناسها اللي المفروض يتكلموا فيها التربويين او ما لها كلها التربويين بتعمل ايه ده سؤال يعني انا محتاجة اسأله للتربويين هما التربويين فين في الاطار بتاع استخدام التكنولوجيا في التعليم خصوصا ان دي بقى دلوقتي اداة جوه منظومة تعليمية زي ما حاج بتقول طيب السؤال الاولاني ايه المشكلة اللي انا هحلها باستخدام التابلت يعني فيه بعض المؤسسات على سبيل المثال خلينا اقول حاج اجابة لسؤال ده في حتاة تانية ونحاول نجاوب عليه في التعليم حاج لما بتقول مثلا ان انا عايز استخدم التكنولوجيا عشان اقل لاستخدام الورق في المصالح الحكومية مثلا فانا بعمل ايه بقى بحول للمنظومة الورقية الى منظومة الكترونية وبالتالي انا بحل مشكلة طباعة الورق وتكلفة الورق والحبر او عايز اقل المواجهة الموظف للمواطن اللي بتعامل معايا ده ده مرحلة ماشي ده مرحلة تانية صحيح ما هو ده جزء من منظومة فكر التحول الرقم ما عرفناش ليه عمله كده في التعليم ماشي وامر واقع دلوقتي والناس ماشي بالتابلت حصل حالة التهكير بقى هل ده مشكلة نتيجة انه الموضوع جديد هل كان يمكن تفاديها هل كان يمكن التنبؤ بها فجأة الميكروفون معك بص ما ميكروفونين تمام ميكروفونين مش ميكروفون والله انا انا في الحلقة دي احنا الاتنين مع بعض في نفس الميكروفون بص حضرتك في الاول وفي الااخر انا زي ما قلت لحضرتك الاجابة السؤال الاولاني انا شخصا مش شايفة فيه سؤال تاني نسأله لنفسنا برضو قبل ما ندخل على الحتة اللي حقا قصرتها هل التكنولوجيا انا اللي بستخدمها في الحتة دي بزيزيت هل انا اللي بستخدمها السؤال التالت والاخير هل التكنولوجيا بتستخدمني كويسا انا ما ديش اجابات للتلات اسئلة دول ما نلقلهم اجابات نقدر نحط بقى الاداة اجابات خاصين بالتعليم بالتعليم طبعا اه طبعا بالتعليم يعني هو الاجابات دول بتطرحوا في اي حتة لو انا هدخل فيها تكنولوجيا لانا تكنولوجيا ان لم تحل مشكلة فهتصنع مشكلات ده مشكلة من الحاجة شفتها هو اساسا فكرة الهاكينج زمان في الستينات لما ظهرت في معهد MIT في الولايات المتحدة الامريكية في التكنولوجيا كان الغرض منها فكرة الموديفيكيشن او التعديل انه بيعدل حاجة علشان تعمل شغلانة هي مش معمولة لها اصلا تمام فدي فكرة الهاكينج ومن هنا جات فكرة ان انا بستخدم التكنولوجيا عشان اعمل موديفيكيشن فعدل حاجة تعمل حاجة هي مش معمولة عشانها فالتابلت هما يدينهولوا عشان يخش بيه زاكر يروح الامتحان كل الكلام ده هو عمل يبقى هما دخلوا وعملوا هاكينج للسوفتوير بتاع التابلت نفسه او السيستم بتاع السوفتوير ده بتاع التابلت ونزلوا عليه برامج تانية البرامج الدانية دي خلقة التشانيلز للتواصل ما بين الناس اللي بره المنظومة والناس اللي جوه المنظومة فبقى حضرتك مثلا تنزل برنامج زي تيليجرام على التابلت طيب هتقول لي طب بس تيليجرام وحنا ممكن نقفلوا والناس ممكن تكتشفوا والمرعب لو شاف معك تيليجرام هيبتبقى مشكلة طيب ما هيروح مستخدم برنامج من برامج ميكروسوفت اللي هي أصلا مصرحة بيها جوه التابلت فأصدقى أقول لحاك ان التكنولوجيا هي أصلا خلقت لك هتغلق هي ده الكونسبت بتاعها فأنا طالما استخدمتها جوه منظومة لازم أبقى عارف من إليها سايد افكت سايد افكت ده بقى أنا دارسه وعارف كويس قوي إيه المشاكل بتاعته وأعرف عاليجها إزاي لما تحصل أنا معديش إجابة برضو بالسؤال ده يعني هو إدى التابلت للشاب للطالب أو الطالبة وهم دخلوا عليه برامج تانية وتعاملوا معه لأنه يعني هو تابلت الجهاز بتاعتهم هو تابلت بتاع التعليم ففجئنا بإنه يقدر يخترق فيه ويقدر يغش منه ده طبيعي أي جهاز إلكتروني يا أستاذنا أي جهاز إلكتروني قبل الاختراق وأي جهاز إلكتروني هو عبارة عن في الآخر هو هاردوير واللي بيحركه صوفتوير برنامج يعني فالبرنامج ده كود أنا ممكن أغير في البرنامج زي ما أنا عايز لو أنا قادر أوصل للمعلومة دي وطبعا اليوتيوب ما خلاش طبعا الناس كله دلوقتي بتتعلم كله حاجة من على اليوتيوب ولقينا بنسمع دلوقتي حماد الهكر والناس دي ففي الأقوة في الآخر هم تعليموا الكلام ده من إيه نصحابهم على السوشيال ميديا وصحابهم على الوسائل اللي هم بيستخدموها العامل ده في الوزارة أو في أي جهة أخرى ما تبصش عليه ده أنه بيبص على فكرة إيه هو أنا مركز على فكرة إن الكوباية دي حط فيها ميا طبعا ممكن تحط فيها حاجات تانية غير الميا لكن بس أنا عملتها عشان تحط فيها ميا ما مجاش في خيالك خالص إنه ممكن حد يحط فيها حاجة غير الميا أما أكيد ما هي واللي صانعها مركز في حتة الميا بس وده كوباية ميا لكن طبعا ممكن تاخد حاجات تانية يا التكنولوجيا أداية زي ما قلنا لو أنا حطيت في دماغي الكنسبت بتاع أنها أداة وأن الأداة دي ممكن تتحول إلى وسيلة ضد الجهة اللي أنا بدخلها فيها أو ضد المنظومة اللي أنا بدخلها فيها أكيد مش أعمل كده بس خلينا ناخد برضو منظومة يعني المنظومة من وجهة نظر تانية هل إحنا بنحاول نقول إن إحنا بنصلح المنظومة التعليمية زي ما حاجة أشرت ولا إحنا بننجينير المنظومة التعليمية في فرق كبير بالهندس في فرق كبير قوي ليه بقى الآن الهندسة الهندسة حاجة والعلوم التانية حاجة تانية يعني أنا لما أقول لحضرتك أنا بهندس طريق أو بهندس مثلا كبري أو بهندس عمارة فأنا بابني عمارة وبالرغم من أن المهندس اللي بيصمم العمارة بيبقى حاطة اعتبارات لحاجات أخرى لها علاقة بحاجات تأثر على الكميونيتي أو المجتمع اللي عايش جواه العمارة لو في مهندس بقى ما عندهوش الأبعاد دي والفيجن دي هيعمل لنا عمارة ما حاجش عافعيش فيها صحة ولا لا هو نفس القصة برضه في التكنولوجيا أنا دلوقتي التكنولوجيا دي أنا هل أنا بهندس بقى منظومة التعليم بالتكنولوجيا ولا أنا بحط الحتة دي عشان تضيف للمنظومة التعليمية اللي هي أصلا محتاجة تتطور مش الأداة نفسها هي هو قال لنا أن دي طريقة التطوير لا طبعا ما احنا خلايا نبص بقى التجارب اللي موجودة في الدول الأخرى هل كل الدول في العالم تستخدم طريق دي دكتور طرشاو إيه إن الدول الأخرى هاي اللي بتبص لتجربتنا دلوقتي تحتازي بيها بزرقش وصلوهم حكاية الهاكرز ده ولا لا وإن الولاد بيغشوا من التابلت نفسه يعني الامتحان بينزل على التابلت وأنا بغش من التابلت للامتحان عادي ده حقيقي ده وبيغش من بره التابلت أصلا لأنه التابلت ده في الأول في الآخر هو يكون نكتد على الشبكة والشبكة ده أساسا في الأول في الآخر أي حد يقدر يدخل عليه نواير لس أصلا دكتور محمد الجيندي هو بيقول لنا دكتور طرق شايف تصرحاته الأخيرة أنه بيعمل شبكة داخلية للتابلت عشان ما تباش متواصلة مع النت وبيبقى حاجة صعب اختراقها برضو مرة أخرى ما كمش فكروا ده من الأول ما كنت لسه أسأل حقاك نفس السؤال ده طب هو أنا قبل ما أعمل موضوع التابلت وقبل ما أنا يعني أنا إيه اللي خليني أقدر أتحكم في منظومة إلكترونية سؤال يحتاج إلى إجابة في نص سطر إنها تبقى منظومة منظومة مركزية فأنا عارف ميني اللي داخل وميني اللي خارج وإنا اللي مسيطر على المنظومة دي ولها أسس علمية في مسألة السيكوريتي عشان أقدر أعرف إن المنظومة دي أنا أحكمترول المنظومة لكن تقولي بقى أنا أحط التابلت ده جوه شبكة عامة زي شبكة الإنترنت وتوصلوا بشبكات الاتصالات اللي هي أصلا مفتوحة لأي حد يتصل بيها ولمعلومية المستخدمين إنه شبكات الويرلس أو شبكات اللاسلكية هي أضعف كتير جدا في التأمين من الشبكات السلكية فلو أنا مثلا عامل شبكة مركزية وعارف إن فيها امتحانات طب هو أسعى الحاج سؤال طب والامتحانات اللي إحنا كنا بني أنا امتحنت كتير في البريتش كونسل بالمركز الثقاف في بيطان وفي ناس كتير امتحنت في جهات امتحاناتها كانت بيتيجي من بره وكنت ممكن تكون امتحنت إلكتروني واخت بالحاج بس المتحانة الإلكتروني له معايير معينة ما ينفعش إن أنا يبقى موجود على جهاز الجهاز ده موجود في إيدين البشرية كلها وفي أكثر من سنوية أجنبية تلغت امتحاناتها علشان برضو المصريين عملوا عاكرز واخترقوه طبعا هي الأساس في الأول وفي الآخر زي ما قلت لحضرتك أنا ما زلت مقتنع إنه التكنولوجيا بتحل أكيد مشاكل بس أنا لازم أعرف إيه المشاكل عشان أحلها تمام ومقتنع إن التكنولوجيا زي ما بتديك ميزة يعني في المقابل بتديك عيب فلازم أبعارف العيب أو العيوب اللي هتطلع من استخدامي للتكنولوجيا اللي هتديني الميزة مندهش إنه قدم لنا تطوير التعليم بالمنطقة التكنولوجي ده وإنه هم فاهمين في التكنولوجيا وإن التعليم بتاع الزمن القادم ويطلع معيب إلى هذه الدرجة ومليئ بالنواقص والصغرات إلى هذه الدرجة يعني إحنا اتسرح بينا يعني اتدحك علينا أنا عايز أقول لحضرتك أنا متفق معك في المقولة دي مليون في المية خصوصا إنه يعني في أدبيات موجودة من زمان على فكرة استخدام التكنولوجيا وتأثيرها على البيئة الثقافية التكنولوجيا مش المقصود بها الكمبيوتر بالمناسبة هو أي أداة جديدة في التول يعني جديدة في المجتمع بتؤدي إلى تطور بتتوقع تكنولوجيا بخطبال حق فيه واحد كاتب وكاتب هو بالمناسبة رجل متخصص في التعليم واللي مش عارف هو يدور على كتبه يعني اسمه نيل بوستمان نيل بوستمان له كتاب مشهور جدا اسمه The End of Education نهاية التعليم تمام؟ هو بيتكلم فيها لإن إحنا لو انفضلنا مشينا بالسكة بتاعت إن أي تكنولوجيا هتطلع نحطها في أي حاجة بما فيها التعليم فإحنا هنوصل لمرحلة المشيئة في التعليم أصلا لأنه التعليم في الأول وفي الآخر هو عارف حاجة له جانب اجتماعي وجانب ثقافي وجانب ليه علاقة بتنمية المهارات العقلية وطريقة التفكير النقدي وليست استخدام أداة فيها زراير أو تاتش بالمناسبة استخدام الإنسان للورقة والألم بيعزز مهارات موجودة في الدماغ وهذه المهارات لا تنمو إلا بالفيزيكال أكتيفتي ولما حالك تستخدم فيها التاتش والحاجات الإلكترونية كتير بتفقد هذه الميزات في دماغك هذا الرجل أيضا له كتاب مشهور جدا اسمه تكنوبولي من كلمة منوبولي يعني احتكار وكلمة تكنولوجيا فبيقول إن كل ما التكنولوجيا هتضغى على هذه المجتمعات بشكل كبير جدا وتدخل جوه كل شيء من غير دراسة البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي والبعد السياسي والبعد النفسي لهذه التكنولوجيا هتتحول الثقافة إلى أسيرة لهذه التكنولوجيا فلازم أبقى أنا عارف الأبعاد بتاعت هذه الأدوات قبل ما أدخلها طب دم لا يمكن أن يفسر كلامنا ده على إن إحنا أعداء للحداسة والتكنولوجيا والعصرانة وإنه إحنا عايزين نرجع إلى تعليم تقليدي بداي أثبت فشل وكل السنوات الماضية فأنا لما أجأ طوركم وغيركم أعمل لكم نظام حديث للتعليم بتهاجمونا وتقولوا إن إحنا فشلنا أنا بقول لحضرتك أنا بقول حالك أنا قلت من البداية وأنا بتكلم أنا راجل بتاعت تكنولوجيا فأنا أدافع عن التكنولوجيا أنا مش ضده بس الفكرة أنا بحط التكنولوجيا في إيه؟ يعني بحط التكنولوجيا مثلا في الإنجينيرين صح؟ بحط التكنولوجيا في حاجة هندسية يعني بحط التكنولوجيا في تصميم عمارة مثلا إيجي الراجل المهندس يفتي باخد بالحاجة دي جغلانته يقول لي أنا لما أحط التكنولوجيا هنا هتعمل إيه في العمارة دي أنا دلوقتي مثلا راجل أحط التكنولوجيا في التعليم كان تربوي هو اللي يفتي آه فين الراجل متخصص بتاع التعليم أنا زي ما قلت لحضرتك ده إحنا دلوقتي بنعمل نوع من أنواع الهندسة للتعليم هل التعليم هندسة؟ هل ممكن بعد كل ده نقول بعد كل اللي اتصرف ده نقول نرجع كما كنت؟ أو دلم التابليت؟ لا لا طبعا أكيد كل خطوة بتتبدي احنا مش معا أن احنا نرجع في هذه الخطوات خصوصا أنه تصرف فلوس زم حاجة بتقول بس في الأقوة في الآخر أنا محتاج أقف وقفة كده وأحدد فين المنظومة التي أريد أن أطورها وما هي مشاكلها وهل أنا جبت الناس التربويين اللي عملوا دراسات على استخدام هذه التكنولوجيا وتأثيرها داخل العملية التعليمية ولا لا؟ هل أنا درست هذا الموضوع كويس؟ لما درستوش برجع أدرسه لكن في الأقوة في الآخر أنا دلوقتي بتقول لي أن أنا حولت الكتب والمناهج إلى حاجات موجودة على التابليت أو موجودة بشكل إلكتروني ده شيء كويس على فكرة البحث في المصادر الإلكترونية أسهل من الحرك تجيب كتاب وتقعد تدور فيه بشكل ورقي أنا مع حضرتك بس لو أنا عايز أحل مشكلة توافر المعلومة والبحث في المعلومة دي مش مشكلة دي مشكلة عندي مكتبة كبيرة عشان أدور على معلومة فيها هاخد وقت كبير قوي عشان أدور في المكتبة دي طبعا يا سيدي جبت لك الكتب دي كلها وحطتها لك على التابليت وقلت لك دور فيها هل أنا ضد ده؟ لا بالعكس أنا معادة تماما لأنني أنت بتوفر له أسلوب أو وسيلة حديثة للدخول للمعلومة لكن قبل ذلك هل أنا قلت له إزاي يدور على المعلومة أصلا؟ لا هل أنا قلت له إزاي يسوق التابليت ده؟ لا هم اللي ساءوا المنظومة هم اللي علموا علينا احنا كنا عايزين نعلمكم علموا عليهم بالضبط بعد الفاصل دكتور محمد الجندي يواصل كلام بقى عن رأسمالية ورأسمال التجسس بعد الفاصل نستكمل الحوار مع دكتور محمد الجندي كيف أصبح التجسس اقتصادا جديدا يسيطر على العالم فيسبوك ينافس كلاب هاوس بغرف جديدة للدردشة الصوتية من يفوز؟ وصلنا لها الدرجة يعني وصلنا لها الدرجة تقوله مش بس استخدام معلوماتك لا ده كمان تنبؤ بما يمكن أن تفعله أو ما تفكروا فيه التكنولوجيا وصلت لهذا الحد ولا هذه القدرة أنه تعرف دكتور محمد الجندي خبير تكنولوجيا اللي تصرات بيفكر فيه؟ طبعا طبعا وصلت لهذه المرحلة وهو أكبر يعني من أسبوع الفات كان عندنا مؤتمر في اللونسكو كلام ده أنا قلته بالأدلة والبراهين أنه إحنا فيه يعني عزي ما قلت حاجة في الفاصل وقبل الفاصل في الفقرة اللي فاتت إحنا تكلمنا على فكرة الاحتكار لاستخدام التكنولوجيا بقى فيه رأس مالية من هذا الاحتكار أنه فيه شركات كبيرة جدا بايت بتجمع كمية داتا غير يعني مبررة من وجهة نظري يعني المعلومات من أجل المعلومات بجمع داتا بمعنى أنا دخلت على مواقع إيه قريت إيه تتكلمت مع مين معلومات مش أبعد من اللي أنا استخدمت وأنه معلومات من أفكر في إيه ده استنتاج مما أقرأه ده حقيقي آه من التفاعل بتاع حضرتك وده برنامج بيعمل ده ولا بشر بيشتغلوا عليه ده برنامج خوارزميات مع دات رياضية إذا كان إصطناعي خلينا نتفق على أنه دلوقتي أنا كنا في فترة القرن العشرين بنتحدث عن يعني رأس مالية في العالم قائمة على مثلا تجارة سجارة زي تجارة البترول وظهر مصطلح البترودول صح؟ أنا أزعم دلوقتي في القرن العشرين نحن في مرحلة الداتا دولار إحنا دلوقتي عايشين في اقتصاد هذا الاقتصاد محكوم بالبيانات بتاعة المستخدمين يمكن قبل ما الانترنت يتطور التطور الكبير اللي هو في ده كان عدد المستخدمين قليل فبالتالي اللي بيستخدم الشبكة ما كانش بيسيب بصمات كتير لكن لما بدأت الخدمات تزيد على الانترنت الإيميلز بقى المواقع الفيديو وكل هذه الأشياء بدأ الاستخدام يزيد طيب الشركات بقى المنصات اللي بتقدم هذه الخدمات لما فكرت فكرة جهنمية فكرة أني أنا أعمل بوطاقة كده فاضية واخد بال حضرتك وحضرتك تخش تعبيلي فيها سلوكك وأفكارك ودماغك وكل حاجة زي فيسبوك وفيسبوك أول ما بدأ هو على فكرة كل المعلومات اللي موجودة على فيسبوك دي ولا يملكها على فكرة هذه معلومات المستخدمين ولكنه يستغل هذه المعلومات هو وغيره من هذه المنصات الضخمة زي يوتيوب وغيره في تحليل سلوكياتك في معرفة في ماذا تفكر في معرفة ماذا ستفعل غدا ويقدمه لك على طبق من زهب ليغير به سلوكياتك كمان عادي ماذا ستفعل غدا بيعرفه منين يعني الناس اللي محاولوا يكلموا مع بعض إحنا عايزين نروح نعجر حاجة في السحل عشان نقضي العيد ففجأة يلاقي فتح الموبايل بعدها لعلانات السحل لعلانات السحل جياله وتأجير الشؤق ومشالهات طب عارف منين هقول للحضرتك خليني خلانا اتفق بس ما بدأي فيه علان زمان بعمله طرق نور جميل كوجاك عارف ازاي كو عارف ازاي بمبول سيمة خلانا اتفق على أنه ما فيش أدلة لحد دلوقتي حتى عامل مستوى النظري أو مستوى العلمي بتقول أنه هذه الشركات بتتجسس على المحتوى بتاع الرسائل السرية بتاعت حضرتك عشان بس ايه الناس بتقول أصله بيسمعني فبيترجم الكلام اللي أنا بقوله للآخرين هو التكنولوجي بتاعت مثلا واتساب وفيسبوك والناس دي لما تحب تتكلم عليها سواء فويس أو رسائل هم بيقولوا رياضيا هزي المعلومات مشفرة فبتنتقل من طرف لطرف آخر الطرف اللي في النصة أو صاحب المنصة ومش عارف إيه اللي حق بتبعته تمام هو مش محتاج على فكرة طب بيعرف إزاي بقى يعني هو مش محتاج يدخل جوة المحادسة بتاعتي أنا وأستيس إبراهيم عشان يعرف أن أنا كلمت أستيس إبراهيم وحضرتك بكرة في الساحل فقوم يطلع لأستيس إبراهيم إعلانات في الساحل ويطلع لإعلانات في الساحل ويبدأ يديني حاجات لها علاقة بالكلام اللي أنا اتكلمته مش محتاج ده هو مش محتاج دي البيانات الوصفية للبيانات يعني بيوصف بيان زي إيه مثلا أنا لما جيت أعمل للمكالمة من تليفوني للتليفون حضرتك تمام إيه البيانات الوصفية في هذا الإجراء عدة التليفون اللي أنا باستخدمها كل الأبليكيشنز اللي موجودة على التليفون ده بتقرأ الـ data اللي من السنسورز بتاعة التليفون منها الـ GPS أنا فين منها التوقيت منها المكان الجغرافي منها سجل الناس اللي أنا بكلمهم على التليفون واخد بالساعدتك نفس الأمر بيحصل لما أنا جاء اتصل بحضرتك بيروح قاري كمان الشبكة اللي أنا متوصل عليها فأنا عارف هو عارف أن أنا متوصل على شبكة معينة في مكان معين في لوكيشن معين وكلمت أستاذ إبراهيم اللي هو موجود في مكان معين في لوكيشن معين عنده سجل مكالمات معينة الأبليكيشنز اللي عنده بتجمع بيانات من هذا الأبليكيشن وبتقوله أن الراجل ده بيدخل يعمل سرش على حاجات معينة وهكذا فيقوم المنصة الكبيرة بتاعتهم بقى اللي هي موجودة في فيسبوك وجوجل والعالم دي يعمل إيه بقى يحلل هذه المتا داتا ويبدأ يربط علاقات احنا بسمي العلاقات دي بقى إيه الجراف ده نقط كده زي الشبكة متوصلة ببعضها هو يبدأ بقى من النقطة دي يعرف أن حضرتك آه ده انتهاك كلمت محمد الجندي اللي كان مهتم بموضوع الساحل من البحث بتاعه على السرش طب هو موجود في الحتة الفلونية والتاني موجود في الحتة الفلونية ويبدأ يعمل معادلة يتنبأ بيها حضرتك ممكن بكرة تعمل إيه فيها القصة بتيجي كده في سانية مش في دقتين في سانية وده يمكن أكده حتى رئيس السابق جنرال هيدن قال في فيديو موجود على يوتيوب يعني الناس ممكن تتخش فرج عليه هقوله بالانجليز عشر حد عايز يدور يعني الراجل قال يعني احنا بنقتل الناس بيزد على البيانات الوصفية دي زي ايه عام الحج قال لك يعني مثلا احنا لما حد بيعمل تويت من مكان معين أيام داعش وقصة اللي كانت شغالة في سوريا وكلام ده احنا كنا بنبعى الدرون تضرب المكان طب هو عارف من اين عارف من اللوكيشن بتاعة تويت اللي الراجل عمله طب هو اللوكيشن بتاعة تويت دي هل هي تويت نفسها لا ده الميتة داتة يا حراك لما بتعمل تويت بياخد معا اللوكيشن بقى من الموبايل والسيل تاورز ومش عارف ايه ويطلع يتحط على المنصة بتاعة تويتر فيه حاجات كتير جدا بتحلل هذه البيانات وتبدأ تربط اه ده الراجل ده موجود في سوريا ده موجود في المكان الفلاني ده قال الكلمة الفلانية ده لو علاقة بفلان وفلان 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 هب طلع درون موت شكرا فالموضوع اصبح كذلك دلوقتي فهذه بس حركة الممتولة لرأسمالية التجسس يبدو وكاينه الرأسمالية على طريقة تقليدية بقى شركة عدم السجار ومش عارف ايه انما الواضح انه الموضوع يعني ابعد من كده مش فكرة رأسمالية بشكل وكاينه مخطط مدبر والناس قاد على ترابيزة يعني الموضوع اعقد كثيرا اعقد كثيرا لانه اصبح اقتصاد ضخم جدا هذا الاقتصاد قائم على انه بيغزي هذه المشين العملاقة هذا الوحش الضخم اللي بيلتهم كل هذه المعلومات ويحللها بتحللها بيغزيها بالمعلومات اللي بيجمعها من المنصات ببعته فبالتالي هو هذا المعلومات اللي هو بيحطها اللي حاج بتحطها حاجة اللي بتمتلكها تمتلك هذه المعلومات انت تمتلك المعلومات وتضعها على منصة لا تمتلك هذه المعلومات تأخذ هذه المعلومات وتتاجر فيها وحضرتك لا تعلم اي شيء بس تتاجر فيها عند العمى والدهماء اللي زينا ماشي انما عند السياسيين بقى وصناع قرار ورؤساء دول ورؤساء حكومات وزراء طبعا وسهل جدا انه يبقى هذي الشركات والمنظومة دي تبقى عارفة وزير مصري بيفكر في ايه وبيعمل ايه ونوى على ايه ويكلم مين ده شيء معناه انك مكشوف تماما انا بحيا حالك عن ملحوظة دي حقيقي انا بحيا حالك عن ملحوظة دي حالك لو رجعت للتاريخ في قصة الراجل اللي كان داخل في صفقة بيقى قناة السويس زمان عارف المعلومة ازاي لما الناس ترجع تقرأ قصة دي تلاقي انه اجهزة الاستخبارات زمان كانت بتجمع معلومات من العملاء بتقعها عشان يقدر يعرف ايه اللي بيحصل ويوم يدخل يدخل الناس بتقعه اللي بتشتري وتبيع عشان يسيطر على ايه على السوق طب هو الوقت مش محتاج يعمل ده هو موجود هناك اصلا بالمنصات بتاعته اللي حضرتك اساسا بتستخدمها ومش مد اخوانة انه هو بيقراك وبيقرأ تفاصيل حياتك وبيقرأ انت بتفكر في ايه فيقدر يديك اللي هو عايزه ويقدر ايه اللي افكارك تتعمل بكرة الموضوع بقى في غاية التعقيد لانه زي ما قلت حالك زمان يمكن التجسس زي ما التقرر كان بيقول وانا قلت الكلام ده قبل كده زمان كانت الناس لما كانت بتلم داتا وتتجسس في العملاء بقى بتوعجس الاستخبارات احيانا كنت ممكن انت كعميل او الشخص اللي بعميل يعني يتعاطف مع الضحية يسمع كلام اللي هو يعني انا ممكن اود حياته في ده بالكلمتين اللي انا سمعتهم دلوقتي لا استاذ دلوقتي لا استاذ اه بالضبط اه لا تعالى حبيبي دلوقتي الموضوع انا اهلا انا ماشيين انا ما عنديش عواطف فالقصة دلوقتي بقت بقت اكثر تعقيدا واكثر خطورة حقيقة من وجهة نظري بقت اكثر خطورة من زمان اخيرا بقى الموضوع التالي اذا كان في حضرتك النهاردة عن كلاب هاوس وازاي انه وكأن هناك منافسة شديدة جدا من عمالقة يعني الانترنت على البرنامج ده يعيني وكأنه بقى فريسة للمواجهة وانه يكاد يكون يعني عرضة للاختطاف والاقتتال عليه ايه القصة بالضبط بص حضرتك هو القصة كلها انه احنا اتفقنا من اول فكرة موضوع ده مش منفاصل عن اللي احنا بنتكلم فيه لا منفاصل على القصة اللي كنا بنتكلم فيها في موضوع التعليم وفكرة هيمنة والاحتكار للتكنولوجيا ودخولها في كل حاجة ولا منفاصل على فكرة جمع المعلومات هو كلاب هاوس هو ايه اللي هو متميز فيه عن بقية المنصات الاخرى صوت هو برنامج محادثات صوتية وغرف محادثات صوتية طيب ده متميز عن بقية المنصات بهذه الميزة طيب حاجة من الاتنين يعني المنصات العملاقة اللي داخلها بقى في الصراع جوه هذا الوحش الكبير اللي بيجمع معلومات يبدأ يفكر انه يعمل منصة فيها نفس الابشن بتاعه ويقيس بقى هل الناس هتروح من كلاب هاوس تستخدم الفيتشر الجديدة اللي عملها فيسبوك بتاعت الفويس رومز بتاعت الأصوات اللي هو عملها المحادثات الصوتية ولا لا لو ما عملهاش انا بقول لها لحضرتك انهم هايخشوا في صراعات هذه الصراعات قد تنتهي بان شركة كبيرة زي فيسبوك تستحوز على كلاب هاوس لانه في الاول وفي الاخر فيسبوك عملتها قبل كده في شركات كبيرة جدا على فكرة منها شركات باعت جيمز يعني يمكن مثلا في شركة اللي بتعمل النظرات بتاعت الفيرشور رياليتي بتاعت الجيمز حاجة اسمها اوكلوس ريفت مشهورة جدا هزي الشركة معادش حد بيسمعانها دلوقتي الشركة دي فيسبوك اشتريتها لانه هو عايز يسيطر على هذا الدومين وهذا السوق ويسيطر على معلومات الناس اللي بتستخدم هذا السوق فهي صراعة على معلومات المستخدمين لو انا مقدرتش اعمل الفيرشور دي جو المنافسة بتاعتي واقنعك انك تستخدمها هروح اشتري اللي عاملها مش فرق معاي هلا اعتبرد كلاب هاوس ما فيش رسوم ولا فيه مقابل بتدفعه المقابل بتدفعه معلوماتك معلوماتك ما هو بص حضرتك طالما حاجة بتستخدم يعني خدمة مجانية فانت السلعة بالمناسبة يعني في القرن الواحد وعشرين انا اكاد ازعو منها حتى لو بفلوس فحضرتك السلعة مرضو يعني ادي الحلاك مثال بسيط في مسألة المعلومات دي فيه بنت قاصر يعني بحكاية لطيفة قوي يعني بنت قاصر كانت بتستخدم الكريدت كارد والليواليتي كارد كده زي الكريد كارد بتاع بوينت وحاجة زي كانت تشتري منه من سوبر ماركت فامريكا دي قصة معروفة في الولايات المتحدة الامريكية بالمناسبة بلات المتحدة امريكية هي الدولة رقم واحد في التكنوبولي احتكار التكنولوجيا تمام البنت دي راح تشتري من السوبر ماركت مجموعة بتروح كل شوية شوية سوبر ماركت زي ما اي حد بيروح سوبر ماركت تشتري حاجات من السوبر ماركت تمام بعدها بأسبوع أو بعشر ايام عشان حاجة إيز ده بقى اللي بيحصل لنا على التليفونات وقصة دي بعدها بعشر ايام راح لها على البيت لولدها كتالوج منتجات حمل بنت قاصر طبعا ابوها نزعج جدا ايه ده يعني ايه فهو طبعا مش حد في البيت غيره هو امرته والبنت القاصر فمش بتوقع يعني فكلم الشركة يا جماعة انتوا بعتين لكتالوج في منتجات حمل انتوا يعني عايزين للبنت اخلقها تفسد شوفها واك احنا ده عايشين في ايه دلوقت على التكنولوجيا فقالوا لا احنا بنعتذر يعني اكيد فيه غلط اكيد فيه حاجة يعني احنا مش عارفين ايه الموضوع طبعا ادينا بس فرصة نعمل داخل الشركة ونشوف الموضوع ده سبب وانرد عليك تمام الراجل اكتشف بعديها بشوية جوه البيت عنده انه بنته حامل واخد برحك ومكانش يعرف فالشركة اتصلت بي قالت له معلش احنا بنعتذرلك جدا بس احنا اكتشفنا ان الكارد اللي مرتبط بمعلومات بنتك اللي عندنا في الشركة قسم تحليل البيانات عندنا في الشركة قال ان بنتك بتشتري منتجات حامل فاحنا وبالتالي بعتنا كتالوج ترويجي عادي ترويجي عادي كدا يعني فاذا المعلومات اه ده انت مش مراقب ده انت ولا حاجة ده انت يعني نشلينا تماما انت ملت طيب سؤال اخير عن كلب هاوس مدى نجاحه هل انت بتعتبر انه حصله طفرة ونجاح هل بتعتبر انه بقى مغري فعلا لشركات اخرى انها تستحوز عليه ولا هو مجرد صيحة ستهدأ بعد قليل وتتراجع وتنتهي اعتقد انه هياخد فترة شوية بس اللي مدي له اهمية مش المنصة نفسها في حد ذاتها اللي مدي له اهمية في البداية زي ما تكلمنا قبل كده يمكن تكلمنا قبل كده المضوضع انه الناس اللي بتستخدمه الاشخاص اللي موجودين الخبراء اللي بدأوا موجودين على هذه المنصات والناس عايزة تسمعهم فاذا هؤلاء هجروا هذه المنصة وراحوا للمنصات الاكبر هيعاني طبعا وهينهار يعني يا قيم على المستخدمين طبعا ما احنا اتفقنا ان المنصة هي فاضية صحيح ودي اكبر خدعة في تاريخ التكنولوجيا انا اقول لك منصة فاضية انت تعبيها واخد بالها صحيح وهو بطول ما وما نافذ التعبير اقل طبعا ده بيخلق بالزبط بالزبط لجماعات كمان يعني على فكرة واحدة على منطق واحد شكرا جدا الدكتور محمد الجند شكراك للغاية وان كان يعني كل مرة بعد ما نخلص حيث ان الواحد تعرف فواد المهندس لما قال لك جاكت ايه وبست زرائي ومصن ايه ومصن الفانيلا في احنا مأسرويين صدفة معطيشي العالمية ما شالت يعني حتى الفانيلا والله يا فندم بعد ما تراوح يطلالك علانات فانيلا تعال شكرا جدا اشكركم والتقي بكم الاسبوع القادم بإذن الله اما الغد فموعدكم مع النجمين الاساسة كريمة عوض السياس خيري رمضان حديث القاهرة السلام عليكم اشتركوا في القناة